موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير والسعادة والمحبة والابتسامة أحياكم الله مشاهديننا وياهلا ومرحبا فيكم في هذا المساء الجميل الذي يجمعنا معكم دوم على الخير والمحبة والمعزة وعلى ضيوفنا الكرام الذي نورينا ليلة بالستوديو وتحية من الكويت إلى كل الذي تابعونا داخل الكويت وبر الكويت مساء جميل عليكم ومساء الخير زميلتي روان مساء الخير يا روان مساء النور راشد ومسي طبعا على كل مشاهدين يتابعونا الآن عبر شاشة الرأي وأحب أذلك المشاهدين دائما مستقبلين آراءهم وستفساراتهم وإذا عندهم مقترحات أو موضوعات تبعونا نطرحها ونناقشها في البرنامج طبعا الأكاونتات تحت ظهر الحين على الشاشة وعندنا مواضيع مختلفة ومتنوعة راح تأخذكم بهذه الفقرات زميلتي روان ويروان شنو عندنا وين راح نروح اليوم طبعا راشد اليوم عندنا محطة هامة مليئة بالنجاح والتميز لامرأة أنا أقول عنها فولاذية منفردة عن نوعها بصفات قوية وأيضا إيجابية من الطراز الأول خبير التنمية البشرية الدكتور خالد لعنزي وليه دبي وجولة مع أسرار سعيد زميلتنا المتميزة والمتقلقة في يومياتي من ماجي ومن دبي نروح ليل هند لكن راح نشوف الهند بالكويت من خلال معرض الأزياء الرمضاني اللي انطلق طبعا من أمس والبداية مشاهدينا راح ننطلق فيها معاكم لفعاليات مهرجان الموسيقى الثامن عشر فخلونا راح نشوف هالمهرجان وعقبوا المهرجان يكمل باجي فقرات مسائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد النجاح اللافت للموسم الأول من سلسلة يومياتي من ماجي تعود من يديد عبر الانترنت موسمها الثاني هالعام لتصحب المشاهدين في جولة استثنائية لاكتشاف عالم الطهي طبعا هالعام يتم تسليط الضوء على ثقافات يديدة ونكهات من مطابخ عديدة حول العالم طبعا بما فيها الهند تركيا وايضا السعودية والامارات وايطاليا يشارك في يومياتي من ماجي هذا العام خمس سيدات شغفات باستكشاف عالم الطهي وهنا طبعا لمن نألي ومي حكيم وآسيا عثمان وهنوف البلهان وأيضا سمية مكي اللي شاركت طبعا بالموسم الأول للسلسلة وكان لزميلتنا المتألقة والمميزة طبعا أسرار السعيد لنا لقاء مع عدد من المشاركات في يومياتي من ماجي هالعام نأخذكم مشاهدين ليت باي ومع يومياتي من ماجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في البداية متكلم عن فكرة البرنامج وشي اللي خلاشت اشتركين في يوميات ماجي بالحقيقة كان أحد الأهداف اللي خلاني اشترك في يوميات ماجي هو نحن عم نصلة الضوء على تعزيز دور المرأة كهي مفتاح أساسي لتغيير طبعا العادات الغذائية بعيلتها ونقل الثقافة الصحية لها وعيلتها مثل ما بتعرفي المرأة هي أهم عنصر بالمجتمع أكيد يا هي بتعلم الولاد يكونوا صحيين أو لا فكان أحد الأهداف هو أنه نحن أكيد نعزز دور المرأة بهذا الموضوع طيب كونجنتي اختصاصيك تغذية فأكيد عندش دور في هذا الموضوع أنه ممكن المرأة تغير في الأكلات وفي الوصفات عشان تكون صحية وأيضا لذيذة ممكن للأطفال يعتمونها العدل تماما طبعا وقت سافرنا نحن اكتشفنا نكهات جديدة ومقونات غذائية جديدة كثير جربناها بأكلات معينة بأكلنا مثلا ممكن بالهن تجربنا بهارات هنا كثير بيستخدموها حتى نحن بأكلنا نحن هم عودينا عليه أم لقينا كثير بيعطي نكهة طيبة مثل ما بتعرفي أسرار التنويع التجديد حتى نحن ما نزهق ما نمل دائما دائما من نفس الأكلات أنت بتجيبي نكهات جديدة بتقوم بتصير عائلتك بتحب أنه تاكل بالبيت أكتر وبالتالي هذا اللي هو أهم هاجس إلي أني علم العائلة تاكل بالبيت لأنه أكيد أكل البيت هو الأكل الصحي أكتر من أكل خارج البيت أكيد وعلى الجانب الشخصي فعليا هل حسيت أن التغيير في الوصفات وفي المطبخ أثر أيضا على شخصيتك على البيئة اللي كنت موجودة فيها ولا لا؟ هلأ بكل تأكيد الشغلات اللي اكتشفناها بره نحاول جربها بالبيت جربها على أبني جربها على زوجي على عائلتي حبوها؟ الصراحة حبوها بعض منها بعض منها بتحتاج لها ممكن نحنا نجربها تدريجيا يعني ما منقدر نحنا عائلة ما بتحطي كتير أبهارات ونكهات فجأة إلا لا بتحطي كتير أنه هي كتير منيحة وانتي أكسيدن لازم كل شي ناخده بالتدريج متل ما كان هدف كمان الهدف الأساسي من وجودي معهم لسفيرات اللي كتير مبسطنا بوجودهم طبعا كان الهدف أنه نحنا نعلم طرق جديدة للطبخ الصحي صحي نحنا استخدمنا لسبونلس هي بريسلت دائما بتذكرنا أنه نحنا نقلل ملعقة واحدة أقل من الزيت من الملح والسكر هي دائما حتذكرك دائما أنه بتغيير كتير بسيط بمكونات أكلك إذا تقلي لي ملعقة واحدة أقل من الزيت الملح والسكر هتحدث فرق كتير كبير بسحتك ما تقولي لا أنه بدنا نحنا نحدث فرق جزري ونكون صحيين مية بالمية لا ممكن فرق بسيط يحدث فرق كبير أنا سمية ربت بيت وزوجة ومصممة مجوهرات إماراتية أبي أتكلم في البداية عن الرسالة التي أحب أن تتوصلينها من خلال مشاركة تشفي يوميات ماجين الرسالة بكل بساطة أن كل مرأة في إيدها ويد أشياء تسويها وأهم شيء هي تقدر تغيير كل اللي تباه صحيح وهل تشوفين أن تغيير المرأة لازم يكون من ذاتها ولا محتاجة شخص ممكن هو يشجعها واحد في البيئة الخارجية ممكن أن يتدعمها في هذا التغيير أنا في اعتقادي اثنين هم هي لازم تؤمن في نفسها من تؤمن المرأة بأن هي قادرة تقدر تسوي كل شيء وشيء ثاني اللي حاولينها البيئة اللي حاولينها واحد حلو أن يقدرون يشجعونها صحيح بس لازم يتأمن في نفسها صحيح يمكن شبنا في فيديوهات في اليوتيوب من خلال رحلاتكم في البلدان المختلفة وغيرها قاعد تحاولون أن تأخذون قصص من نقدر نقول الأقوياء من النساء والسيدات اللي حاولوا أنهم يغيرون في حياتهم صح فهل فعلياً قاعدين تستمدون هذه الوصفات من خلال التقائكم فيهم؟ كلامك صح بس إن شوفي المرأة ما قدر أقولوش من المرأة القوية نأخذ القصص بس المرأة كهية بحد ذاتها مرأة تكون قوية يمكن ما تعرف مدى قوتها يمكن تحتاج لشيء معين حادث معين شيء يصير تطلع قوة كلها بس القوة موجودة بس فعلاً استمدينها وايد قصص وايد وصفات من هالمرأة البسيطة يمكن حتى منهم اللي في مونار اللي سويناها الحلقة اللي تروح تقطع طول النهار شاي للسلم والتلتشاي ومن ستة الصبح إلى خمسة الصبح تفرز هالأوراق ورقة ورقة وترجع بيتها تطبخ لأولادها وتسوي كل شيء والابتسامة إلى هنا يعني من هالمرأة شو ممكن تتعلمين؟ لأن كل شيء ممكن صحيح أكد وخصوصاً إذا كان بيدها التقيير وممكن هي تحدث نقدر نقول شيء إجابي في الأسرة وما بينها إذا بنعرف شنو خطتكم اليايا راح تكون خصوصاً إحنا موجودين في دبي وكنت وفي تركيا وكنت وفي الهند شو راح تكون الخطة اليايا؟ إن شاء الله في بنروح إن شاء الله إن شاء الله السعودية خطوتنا اليايا نستكشف المرأة السعودية بطيبتها بقوتها بكل أحوالها ونحاول نلاقي قصص يديدة معاهم وعدنا إن شاء الله بعد في بلد ثاني إن شاء الله بيكون إيطاليا وبعد بنشوف شو اللي نقدر نسوي شو اللي بتسوين؟ والله صديني إيطاليا ما قاعد أفكر اللي في هرسي بيزا اليديدة اللي بنبتدعها إن شاء الله الله يوفكم إن شاء الله بقولت شيء يمكن يضحك فالهند مثلاً في تركيا لا هم ما يفهمون لغتنا ولا إحنا نفهم لغتهم الحوار اللي صار بالإشارة وبالعيون كان يعني لمعنى عود ما تصدقين لغة يديدة لغة يديدة إحنا سويناها حرم للحرم شوف هنوف البلهان إحدى سفيرات يوميات معكي وقلت لي قبل شوي أن أنت كنتي متشوقة أن أنت تشاركين في هالبروغرام بشكل عام لكن يتلك هذه الفرصة لي عندك فقولي لي شي اللي حابة أنت توصلينه من خلال يوميات ماجيك للأمانة أنا شفتها قبل سنة وشدني الفكرة أصلاً بشكل عام أنهم يوحون أو يوصلون صورة حق كل النساء العرب بشكل عام أن كل مرأة عندها قدرة هي مخفية داخلها ما اكتشفتها فمن خلال اللي هو عالم الفود اللي هي اللغة العالمية الكل يقدر يوصل هذا المسج ولأن المرأة هي أساس نجاح وفشل أي مجتمع فإحنا الهدف أن نوصل لها أن نستخرجي القدرات الكاملة اللي فيك واطلقيها بطريقة حلوة جمعين فيها الكل فهذا اللي خلاني فعلاً أنا أوصل حقها البرنامج فضل الله سبحانه وتعالى لي وإحنا اللي قاعد نسوي في البرنامج هالشي أننا إحنا قاعد نزور العالم ناخذ منا وصفات ناخذ منا أفكار مستوحى من ناس حقيقيين قصص حقيقية قاعد نزور فيها النساء ونشوف شنو قدراتهم على العطاء طيب شون قاعدين تستمدون هذه التحضيرات للأطباق والتغيير اللي قاعدين تسويونها من خلال زياراتكم للبلدان المختلفة للأمانة خلف اللي أنتو قاعد تشوفونا هذا جيش صراحة يعني ناس قاعد تشتغل في كل تفصيل من هالتفاصيل فعندنا ناس متخصصة في البحث ناس متخصصة في التسويق عن الفكرة ناس متخصصة في أنها تعد هالبرامج يعني أنتي حضرتي معنا اليوم شفتي خلف الكواليش كثر عندنا أي ستاف قاعد يشتغلون على كل التفاصيل فالحمد الله أنا أشوف نفسي محظوظة أنه يكاست كامل قاعد يشتغل عشان نوصل الرسالة من يومية ماكي حسيتي في تغيير أثناء التحضيرات وغيرها ولمرحتي وفرق عليه شو الموضوع أنك هات المختلفة بلزان مختلفة اللي قاعد تروحوا لها شوفي أنا كوني شيف في عالم الطبخ أدري أنه فينك هات دائما وراء كل قصة لكن أنش أنت تزورينها وتشوفين نجاحات النساء بالذات وتشوفين شنو الأفكار اللي قاعد يقدمونها وشنو الحب اللي قاعد يقدمونها من خلال أطباقهم ومن خلال أعمالهم الصغيرة اللي قاعد يستوونها وهذا الهدف أننا نوصل حكي الأمرأة أنه من شيء صغير بسيط مجرد ما يقدم في حب ممكن حقيقين حلمت وتنجحين أكيد وخصوصا أنه مثل ما يقولون قلب الرجل معدته والواحد يحس أنه كل العائلة وكل البيت ممكن يصير عندهم هذا التغيير كل العالم كل العالم عالمية صحيح خصوصا أننا نقدر نقول حتى إحنا كشباب لما نقعد على السفرة تحسين شوي ناس تدمر مني ناس تدمر مني والله تعودنا على الأكل وغيرها لكن اللي قاعد تسوينا التغيير والتحضير وشو ممكن المرأة تضيف شيء من عندها نكل من عندها ومن الأبسط الأشياء واللي موجود عندها في البيت صحيح هذا اللي كنت أبي أوصل شوون إذا الناس تريد الفيديوهات الخاصة في يوميات ماجي إحنا موجودين على اليوتيوب في ماقي داياري وأنا وماقي مايكا ديفرنس هذا أكثر من شانل ممكن تشوفونها بالإضافة إلى كل سفيرة عندها اللي هي السوشيال ميديا الخاص فيها بالنسبة لي أنا شف هنوف على الإنستجرام وعلى تويتر وعلى الستورهاوس اللي دي قاعد ننزل مثل البلوغ اللي هو تقرير كامل فعلى كل رحلة إحنا قاعد نسويها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن ولا عزاء المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله ويا هلا يا مرحبا فيكم نجدد لكم التحية ونسعد بتواصلكم معنا اليوم رح نبتدي فقرتنا الأسبوعية عن التنمية البشرية هناك أمل رح نقدم لكم معلومات ونتجارب وخبرات عالمية نحاول من خلالها أن احنا نطور من أنفسنا انفيدكم وانفيد المجتمع اليوم رح نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية التوازن في حياة الإنسان لأسف الشديد نجد أن بعض الناس نجد أنه لا يوجد عنده توازن وبالتالي هو غير سعيد بحياته لذلك اليوم هو تلاقيه يعني يركز على جانب واحد يعني مثلا يركز على الشغل شغل 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 أو تلاقيه مثلا على طول هو في تجارته يعني يحاول أنه يجمع المال يجمع المال وبالتالي هذا كله رح يكون على حساب صحته يعني هو رح أول شيء ما رح يقدر يقعد مع عائلته ولا يقدر وهو يستفيد يعني من وقته كل وقته كله في الشغل وبالتالي هو يجمع هذه الأموال للورثة وهم علشان يستنسون وهو بعد ما يموت وهو قاعد يحترق إذن المفروض أن الإنسان يجب أن يكون عنده توازن في الحياة لكن بعض الناس تلاقيه وهو يعني عايش على البركة لذلك إحنا يعني نحاول إحنا من خلال برنامجنا هذا أن إحنا يعني نوعي بعض الناس أو بعض الشباب إلى أن يجب أن يكون هناك توازن في الحياة يعني نجد مثلا عسابي المثال أحد الشباب مثلا تلاقيه مثلا عنده يمارس رياضة مثلا الجم فكل حياته رياضة 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 ولكنه نجد أنه مهمل في بعض الجوانب وهذا الحقيقة يعني يعني لا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة سعيدة بدون توازن إذن التوازن عندنا عزاء المشاهدين مطلوب في هذا الوضع نجد أنه يعني بسبب الشغول وبسبب أكثر الناس يعني حبهم لجمع المال لذلك نجد أنهما لا يعني يجلسون أوقات طويلة مع أسرهم في دراسة حديثة في الوطن العربي لقوا بأنه أن المواطن العربي فقط 19 دقيقة يمضي الوقت هذا مع أسرته لذلك نطلب منكم عزاء المشاهدين نبي لكل شخص أنه هو يحدد ساعة ساعة نظيفة ونقصد بساعة نظيفة بأنه هو يقعد مع أسرته بدون آيفون بدون انترنت بدون جرايد بدون أي شيء بدون بلاي ستيشن وتقعد الأسرة مع بعض ويتدارسون ويتحدثون مع بعض ونطبق اللي هي الست نقاط اللي هي أن أنت تتكلم مع الأسرة تضحك معهم تبتسم تلمس وتثني وأيضا تلعب وياهم لذلك إذا قدرت أن تقضي وقت طيب مع أسرتك وبالتالي أنت تستطيع أن تعيش حياة سعيدة بعض الناس يقول لك والله إحنا نقول لك لازم أن أنت يكون عندك توازن في الحياة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعطى كل ذي حق حق لذلك اليوم نجد أن يجب أنك توازن بين الأصدقاء بين النادي بين أن أنت تروح مثلا تستخدم الإنترنت بين القراءة يجب أن يكون عندك توازن في الحياة لذلك مثل ما تعارفين عزيزي المشاهدين عجلة الحياة يعني هناك جوانب كثيرة في الحياة فأنت عندك الجانب الصحي وعندك الجانب العقلي والجانب المالي والجانب الأسري والجانب النفسي كل هالأمور هذه يجب أن أنت توازن يعني واحد مثلا يقول لي زين أوكي دكتور شون إحنا نبي نعمل توازن في حياة أنا أقول لك طالح النموذج اللي موجود عندي الآن على الشاشة هذا النموذج مثل ما أنت شايف هذا النموذج نجد بأن الإنسان عنده جوانب كثيرة فنجد مثلا عسابي المثال هذا الجانب الروحي وهذا الجانب المهني اللي هو الجانب العملي هذا الجانب الاجتماعي اللي هو الأسري هذا الجانب البدني الرياضة والبودي والجيم هذا الجانب الصحي وهذا الجانب أيضا المالي والنفسي وأيضا هذا الجانب الذهني طيب شنو المفروض أنا اللي أسويه علشان أن أنا أعمل توازن يعني على سبيل المثال نجد مثلا في الجانب الأسري أو الاجتماعي يجب أن أنت أول شيء أنك تتبر والدينك وتصل أرحامك وتواصل مع أصدقائك يجب أن أنت تكون معتدل يعني فيه موضوع التوازن في الجانب الذهني يجب أن أنت يعني يكون عندك مثلا اطلاع على بعض تقرأ بعض الكتب تحضر بعض الدورات تحضر بعض المؤتمرات المنتديات تحاول أنك أنت يعني تشغل الذهن عندك وبالتالي تنشط الذاكرة عندك الجانب الصحي يعني متى يجب الإنسان أن يطمن على صحته يعني كل مفروض كل ستة شهر تروح تعمل شكب على نفسك ونجد أكثر الناس أنه بس يروح يعمل مثلا تبيض أسنان أو تنظيف أسنان لا نقول نعمل شكب كامل على الإنسان تطمن على نفسك وبالتالي أنت يعني الجانب الصحي يكون مهم جدا عندك الجانب البدني مهم جدا وينك من الرياضة هل أنت تروح الجم كم ساعة تمشي باليوم لذلك اليوم اللي قول أستاذ الأطباء علشان أنت تكون في صحة جيدة عليك بثنين عليك بالرياضة وعليك من الأكثر من شرب الماء طيب شن الجوانب الثاني نجد الجانب الروحي إلى أختك مع الله سبحانه وتعالى شونك مع الصلوات شونك مع قراءة القرآن ونحن الآن مقبلين على شهر كريم وفضيل يجب أنك أنت من الآن تعمل تخطيط أنه والله أنا مثلا أسوي مثلا عمره في هذا الشهر أبي أختم مثلا أحافظ على الصلوات بالمسجد أتصدق أصل التراويح وهكذا يكون عندك برنامج كامل الجانب المالي شنون أنا وضع المالي الإنكم مالي شون أقدر أنا أطور من نفسي شون أقدر أنا أحاول أن أنا يعني أرتب ميزانيتي الشهرية وحاول أن أنا أوفر وحاول أن أنا أستثمر أو أن أعمل مشاريع مستقبلية لذلك نجد بأن هذه الجوانب مهمة جدا ويجب أنه عليك أن أنت ما تركز على جانب واحد وتركز على يعني الجوانب يكون عندك توازن في حياتك ما يصير أن أنت تركز على جانب واحد مثلا في الشغل أنا أذكر في قصة على أيام الاستعمار البريطاني في العراق كان في حد الموظفين فاجأ حق المدير قال يا سعاد المدير أنا لو سمحت أبيك ترقيني للوظيفة الفلانية قال زين أوكي بس شنه يعني السبب الدافع اللي أنا بخليك تترقه قال لأن أنا طال عمرك صار لي عشر سنوات ولا يوم أخذت إجازة قال عشر سنوات ما أخذت ولا يوم إجازة اسمح لي أقولك أنت مو إنسان وإحنا لازم ننزلك درجة إذا الإنسان يجب بحاجة أنه هو الإنسان يجب يأخذ راحة وبالتالي هو يعني الحياة مو كلها عمل والحياة مو كلها ما أركز على شغل يعني شيء جانب واحد وأترك الجوانب الأخرى طيب نجد أن بعض الناس عنده يعني قناعات يعني سلبية بأنه هو يركز على جانب واحد ويترك الجوانب ثانا أرجع مرة ثانا يقول عشان أنت تعيش حياة سعيدة عشان أنت تحقق أهدافك عشان أنت تطور من حياتك عشان دائما هناك أمل بأن أنت يكون عندك صدقني عزيز المشاهد لما يكون عندك توازن في كل جوانب الحياة عندك أنت راح تشعر بسعادة رهيبة جدا جدا لذلك اليوم عليكم بصلة الأرحام عليكم بالرياضة عليكم بالقراءة عليكم في زيادة التركيز على الجانب الروح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى شو الفرق بيننا وبين الغرب الغرب عنده عشق للعمل يعني يعشق العمل بشكل يعني غريب والعبادة ما لها وقت عندها تلاقيه يوم السبت أو الأحد يروح الكنيسة لكن احنا من فضل الله سبحانه وتعالى نجد دين الإسلام قسم الحياة عندنا عندنا تجد أنت من الصبح مثلا للظهر يكون عندك دوام وبعدين عندك فترة قيلولة بعدها تروح مثلا تقضي مصالحك تروح السوق وهكذا بعدين أنت ترتاح وبالتالي عندك وقت العبادات إذن نحن عندنا تنظيم وتوازن في الحياة لكن الغرب عندنا هو كل حياته شغل وبشغل يأكل بالشغل ينام بالشغل يغسل الملابس بالشغل كل هذا ولا عنده وقت للتوازن يجب أن أنت عزيز المشاهدة تخصص يوم ترفيه للعائلة سيقولك والله أنا ما عندي شغل زيني أخي ما عندك شغل بس تروح الديوانية ولا تسافر ولا تطلع كذا يجب تخصيص يوم ترفيه للعائلة يصير تبادل أفكار يصير فيه نقاشات تطمن عليهم يصير نوع من الأسئلة وهذه الحقيقة تزيد الروابط الأسرية اليوم نحن مقبلين على شهر فضيل وبهذا شهر فضيل نجد بأن الروابط الأسرية يعني والإيمانيات تنزل وتلاقي الأسرة كلها مجتمعة على مائدة واحدة إن شاء الله الله عيد علينا و عليكم بالخير إن شاء الله لذلك نتمنى لكم يعني حياة سعيدة هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك و غناءك قبل فقرك و حياتك قبل مماتك لذلك أموتك لذلك نجد يجب أن يكون عندنا توازن لذلك اليوم أنا في نهاية هذه الفقرة أعزائي مشاهدين أحب أقدم لكم بعض النصائح أرجع مرة ثانية أقول دائما هناك أمل بأننا يكون عندنا الإرادة و التركيز أننا يكون عندنا توازن في حياتنا لذلك أول نصيحة أقدمها لكم أنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى و تستعن بالله تعالى لأنه ثق بالله بما أنه أنت استعنت بالله فإن الله لا يخيبك و بالتالي أنت تقدر أن أنت تتوكل على الله و يكون عندك جوانب طيب واحد يقولي أنا شنون أقدر أنا أحقق التوازن عندي أنت جوانب دكتور ذكرتها ستة يعني الجوانب الروحي و الأسري و الإجتماعي أقول لك أخذ ثلاثة جوانب و حاول أنك توازن فيهم وتطور فيهم و بعدين تنتقل إلى الجوانب يعني على سبيل المثال نجد أنك خطرت الجانب الروحي و الجانب البدني و الجانب الأسري الجانب الروحي أنك تحاول التوطد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في العبادات و التكرب بالله سبحانه وتعالى الجانب البدني أنك لا يخالف لا يقول لك أن تذهب للجم روح للجم يبقى بدق حديد والرياضة صحة لكن أنت حياتك كلها مركز لي على الجم جم إنزين وعضلات ورياضة وتارك تلاقي لك يا مجسم وحديد ويلعب أربع لكن ما عنده شغل الجانب الأسر صفر لا عنده صلة رحم ما يدري عن أهله لا عنده بروال لذلك إحنا نقول لا إحنا نبي من الشباب أنتو ثروة الغد أنتو ثروة الكويت أنتو ثروة المستقبل إحنا نركز عليك و نقول يا جماعة يا شباب خل عندك توازن خل عندك وقت للدراسة اليوم إحنا مقبلين على عطلة صيفية لذلك اليوم أنت ما يصير أنت في العطلة الصيفية تقول يا الله نقذرها نخليها يعني لا 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 ما يمشي الحال يجب أن أنت يكون عندك توازن تقسم وقتك تقسم تلتحق مثلا بالأندية تحاول أنك تعمل نشاطات تحاول لك مثلا تقول والله أنا أحفظ مثلا أجزاء من القرآن الكريم أبي أسافر أروح أزور وبالتالي أحاول أطلع وبالتالي أنت تحاول أن أنت الرغبة في الوصول إلى هدف يجب أن أنت أولا تحدد شنو هدف تقول أنا والله أبي أسوي دكتور توازن ما يخالف إذن أنت تبي تحدد عفوا أنت التوازن تويب شنو تبي توازن بجانبك الأسري ولا بالجانب العقلي ولا الصحي ولا المالي ولا النفسي إذن يجب أن أنت تحدد إذن بعد ما أحدد أنا شنو الجانبي لأن أنا أبي أطور فيه تبدأ يجب أن تتولد عندك الرغبة على سبيل المثال اليوم أنت تبي تقول والله أنا أطور نفسي في الجانب الصحي يهتم بصحة اليوم وأبي أبطل زقاير وأبي أمارس الرياضة وما تعشي متأخر وأقطع الوجبات السريعة وكل العادات السيئة وأقل من أكل الحلويات تناول الحلويات كل هذه العادات السيئة التي موجودة أو أن أنا والله أتخذ قرار أن أبي أقطع عن هذا الشلة الفاسدة على سبيل المثال أو الصحبة التي هي غير صالحة لذلك يجب أن أنت تحدد الهدف و بعدها يكون عندك الرغبة أهم من شيء عزيز المشاهد أن أنت يكون عندك التنفيذ اليوم أنت اخترت الخيار و حددته إذن عليك بالتنفيذ اليوم أنا اخترت الجانب البدني والله قررت أني أنا أضبط جسمي و ألعب حديد و أخفف من وزن إذن متى تبدأ؟ تسمعون عن رجيم يوم السبت؟ يقول لك بأبدأ يوم سبت؟ لا إذن أنت يجب أن على طول مباشرة بعد ما تنتهي الحلقة هذه عزيز المشاهد يجب أن أنت تأخذ رقاء و قلم و تقول والله أنا خلاص أبي أتوكل على الله و رح أطبق الجوانب اللي أنا يكون عندي توازن فيه أرجع مرة ثانية أقول لكم دائما هناك أمل و عيشوا بالحماس عيشوا بالأمل عيشوا بالإيمان رتبوا حياتكم ثقوا بالله إذا أنت عملت توازن بحياتك رح تكونون و تعيشون عيشة سعيدة إن شاء الله أتمنى لكم النجاح و التوفيق و تصبحون على خير مع السلامة نرحب بكل ما نضم إلينا بهذه اللحظة مشاهديننا و أين ما كنتوا تتبعونا مهما تحدثنا عنها و مهما وصفناها ما رح نعطيها ولا نوفيها حقها سيدة أعمال و محامية و صاحبة أيادي بيضاء القاس والداني يشهد لها و أم مثالية الله يتمم عليها يا رب و صديقة أيضا و في مغريب عليها هذا الشيء صاحبة ابتسامة لكل من تقابله سواء كان صغير أو كبير ضيفتنا اليوم إحنا بالتأكيد سعيدين جدا بتواجدها معنا و نشكرها لأمانة لقبولها هذه الدعوة تمون تعرفونها شوفوها التقرير يا سلام الله يا سلام الله على بنت الحساوي ذيك بنت أهل الوفا و أطيب خولا بنت منه لجمل العادة تحاوي بارك اللي نصف نجوادي شدولا خولا بارك الحساوي صاحبة الأياد الميضاء حيث قامت بالبناء والمساهمة في العديد والعديد من المدارس والمستشفيات والمساجد و من تلك الأعمال افتتحت مصرح مدرسة سومية الإبهدائية بنات الذي تم تجهزه على نفقة المرحوم من بارك الحساوي في منطقة الروضة عام 2008 وقامت بإنشاء مشروع فواز التعليمي في لبنان بالاشتراك مع بيت الزكاة الكويتي عام 2014 وافتتحت مركز مبارك الحساوي لتحفيظ القرآن في سجن النساء عام 2014 وأيضا مركز خولا الحساوي الطبي بمستشفى الحوامدية في القاهرة عام 2010 كما قامت بإنشاء جناح كامل مجهز بالأحدث الأجهزة على نفقتها الخاصة في مستشفى السرطان بالقاهرة عام 2009 خولا بارك الحساوي ضيفة نعتز ونتشرف بضيافتها معنا اليوم في مسائه وفاوضي بخولا بنت منه لجمل العادات حاوي بارك اللي نصف لجواد شدولا يا سلام الله على بنت الحساوي ذيك بنت أهل وفاوضي بخولا بنت منه لجمل العادات حاوي بارك اللي نصف لجواد شدولا شفتوا التقرير وشفتوا ضيفتنا اللي معانا هالليلة مشرفتنا ونورتنا في تلفزيون والراي وفي برنامج مسائي أنا بقول كلمة الأمانة وهي ليس تزلفا ولا تملقا ولكن أمرأة فعلا تستحق هذا الكلام إذا بريطانيا عندهم المرأة الحديدية ماركت تاتشر إحنا بالكويت عندنا المرأة الفلاذية خولة مبارك الحساوي مساءك الله بالخير صحيح ويهانا مرحبا فيك مساءك الله بالنور سعيدة أني أجتمع معاكم مع الأخت روان نحن الأسعد ويعني ضيافة الراي أنا بالنسبة لي كنت أتمناها من زمان ومشكورين على ضيافتكم لي طبعا أحلام مستانسي ومستمتعين بتواجرش معانا وتقرير مميز تستاهله مثل ما ذكر زميني راشد من خلال التقرير اللي شفنا البساطة والعفوية جامعة القاهرة طبعا وحصلت على الحقوق وأيضا سنة 2004 وحصلت على باكالوريس اقتصاد وعلوم سياسة من جامعة الكويت مشاء الله شاهدتين بأقوى جامعات تخاصصات فعلا قوية وصعبة رغم أن أنت طبعا معدلش كان منخفض صحيح فشون يعني وفقت شون سبب انخفاض المعدل وشون سبب مشاء الله مشاء الله يعني هاي شاهدتين مميزات أنا طال عمرت الثانوية الأولى اللي ما قدرت أيب فيها نسبة كان عندنا فرح كبير في العائلة وبديت والدتي على نفسي والدتي كانت في ذاك الوقت تحتاج من يوقف معاها تحتاج من يساندها ويجهز هذا الفرح التهجيزات بدت من شهر واحد إلى شهر أربعة انتهى الفرح في 13 أربعة امتحانات مالة الثانوية العامة كانت شهر خمسة يعني شهر واحد عندت فشهر واحد تخيلي أنا المنهج كله خلصت فما حالفني الحظ طيب 52% دخلت المعه التجاري قاعدت كورس واحد بس ما قدرت ما حسيت أنه ليس المستوى اللي أنا أطمح له أنا أطمح أكثر من شهر والله يغفر لو يرحمه يعلى جناته نعيم أبوي تواصل مع وزير التربية وقال له البنتي ناجحة لكن نسبتها من خفضة فإحنا هل في مجال استثناءها أنها تعيد فقبل وزير التربية قال يجوز ما يخالف طالما أن أهيتها بتعدل من مستواها فعدت في ثانوية النزه وطلعت الأولى على ثانوية النزه أدبي ما شاء الله تعرف أن الانتقام صار تحدين من ظروف ونرسل لأني قهرت بس أنا صدقني ما يندمانة لأني ما حالفني لحظ في المرة الأولى أنا نجحت في أني أرضيت أمي أني وقفت مع أمي فليهذا السبب ما يندمانة علي راح وقتها كنت صغيرة 17 سنة كان عمولي حمد الله ورضاها عليك من شاء الله عوض لك إن شاء الله بالنسبة طيبة وما شاء الله ما حققتها من المراكز لكن هذا نموذج طيب أن الدراسة شيء مهم مهما كان الإنسان من مكانه ونحظوم لكن الشهادة مهمة في حياة الشخص مهما كان فهذه رسالة جدا طيبة من حضرتك ونموذج ناجح للأمانة وكثير إن شاء الله يقتدي في هذا النموذج الله يعزك ومبارك لنتقل معاك ونذهب محيطك الأسري وعلاقاتك صديقاتك وأيضا العمل وكذا طبيعي أنك أنت تتأثرين وطبيعي جدا أنك تأثرين صحيح لكن بحكم قريبين منك والذين يعرفون خولا مبارك الحساوي تأثرها يعني تأثر جدا قوي لدرجة أنهم يرون أمامهم رحمة الله عليه ولا غفر للمات المسلمين مبارك الحساوي شنو عطاتك رحمة الله عليه هذا الوالد وش اللي خلاتك يعني خل الناس أشير عليك وتقول هذا ليس خولة مرات أشوفها خولة لكن مرات مبارك الحساوي جدا يا ريت والله أنا أتمنى أكون بهذا الوصف اللي وصفتني أنت عطيتني ثوب أطول من ثوب لأن أبوي بالنسبة لي هو المعلم وهو القدوة وهو الحبيب وهو الأخو يعني أنا أبوي أنظر له كل شيء كل شيء هو قدوتي في الحياة أنا لازمت أبوي من عمري تقريبا 18 سنة يعني خل فترة الصغر لما أعطاني المسؤوليات أنا أقصد لازمت أكثر من 18 سنة حتى في فترة الجامعة بوقت فراغي كنت أروح يعني دائما ألازم ودائما أتعلم منه هذا الإنسان كان مدرسة يعلى جنات النعيم هو ما تكفي حلقة ولا تكفي كلام أنا أتكلم فيه يعني يبيله حلقات وصدقني أثنين أنا أستمتع في حياتي لما أتكلم عنهم أبوي الله يغفر له وفواز لصغير اللي أنا سميت على فواز الكبير اللي هو أخوي هذين الأثنين لما أتكلم أنسى نفسي فأنا ما بأخذ الوقت أكثر من حقي فأبوي مثل ما قلت لك شو اللي خذيتي منه بالضبط شو اللي خصلة لما قلت لك مدرسة هو مدرسة للوفاء للإخلاص وأنا أحمد الله أني أنا ماخون أنا لو على قصر قبتي ماخون حتى لو أخسر يعني شي خصني بس ماخون هذه الخيانة عندي مؤلمة الصبر تعلمت الصبر أبوي وايد كان يصبر الحمد لله والشك لله تعلمت الإرادة من أبوي أبوي مشاء الله عليه يعني راعي عزيمة وقوة وبعدين مثلا مثلا أنا أتذكر مرة بنى مسيد في لبنان اللي على البحر أعتقد ما شيء من العثمانين هو أول هو جدد نعرض على أكثر من تاجر وما أحد خذى خذ أبوي ورممه في ذاك الوقت ما كان فيه سيولة تساعد إن هذا المبلغ ينبني ما عنده مشكلة لأن البنان يتكمل سيولة مش متوفرة مش متوفرة كانت في ذاك الوقت لأن كل بلد تخدم بلدها ما مفروض الكويت تتغذي هنا فعطى تعليمات وقالوا الناس اللي عطاهم التعليمات قالوا لي إنه مو متوفر هذك سيولة في ذاك الوقت قالهم رح يصير يعني قرار لما يأخذه خلاص ما يتراجع فيه وبعدين الشغلة الثانية اللي هي حب الخير يعني إيدة بيضة ممدودة للكل حتى الامتداد هذا الإيد البيضة حتى نهو تحت الثرى تحت التراب وهو وصه في ماله 15% عشان يخدم أهله ويخدم المحتاجين يعني لشانا قاعد أقول لك انت مساعة عطيتني أكثر من ثوبي أنا أتمنى أوصل ضف ربوي لأن أبوي يقدم الكثير في حال حياته وأكثر من قدم الكثير كخير أو كعمل واصل لأرحمه هم شو يقولون مبارك يقولون اللي خلف ما مات اللي خلف ما مات وفعلا يعني هذا النعوذة تخل بالك أنت تفعل خير وتصل رحمك نعم البركاتك نعم طبعا هالصورة هذه ما تقولي الهم مبارك الوالد الصورة هذه الحين تشوفينها شوف الله يطول لي عمرك هذه الصورة هذه شوف في غرفة النوم أكون نسخة بمكتبي أكون نسخة عند بيتي تحت حوم سباحة تحت الصورة مكتوب رجل سبق عصر الله يرحمه نعم شوف تقولين لهم مبارك في هذه اللحظات يعني احنا في لحظة الذكريات وهذه الصورة جدامنا والمشاهد يشوفني شوفنا شوف نتقولين حق رحمة الله عليه مبارك عبدالعزيز الحساوي كلمة كان ودت شوف تقولينها وما قلتيها ما لحكت تقولينها يرأيتها يرجع شكور عندي وايد كلام أنا تدري كل أسبوع يعني أنا حين أول مرة أتخلف كل شهر لازم أروح للمقبرة أبوي توفى حين لها داعي السنة الله يسان حكى على هذه الأسئلة داعي السنة من توفى أبوي كنت أسبوعيا أروح طبعا أتخلف فترة الصيف ما أسميلي عليهم إيالي إذا سافرت يوم أتخلف عن الذهاب للمقبرة كيف ما أكون بالكويت لكن الحين صار لي تقريبا شهر يمكن صار لفترة انتقالية لنزول البيت الجديد وسميلي علي بعد فواصب شوية صخم بالفترة الأخيرة فشوية لهيت فمن صار لي ممكن أسبوع كنت عنده في المقبرة شكيت وبوكيت وتألمت بس كل هذا بصمت لأني أنا لماذا بصمت؟ لأني أنا أسمعوا يقولون أنه لما تقعد عند الميت وتبتي كأنك تحرقه وأنا ما أحب أدبوي بشي يعني بالعكس أنا صدقيني لو باتخذ قرار صورته بالمكتب علي ساري أقسم بالله طالعها في القرار اللي بأخذه أقول يبا ترضى أنت وانا سويته شي تقبل فيه يبا ولا ما تقبل فأنا على يقين لأنني عشت مع عمري كله فأدري أن هذا الشي ما يغضب عليه فعلى طول أخذ القرار يعني تخيل يهو تحت لتراب وأنا وفائي مستمر له ورح أستمر لما أدخل الحق أم مبارك أنا من طويل مشتاق الحظ وايد ماذا كثر ماذا تقول لي الله يخبر له الله يخبر له أنا معاب جنات معي شون الذكريات اللي تذكر عن الوالد ذكريات جميلة حاب تقول لنا الحقي الشخص تابعت أنا ستدرين تذكرين قبل شوية لما تفضل الساد وسألني عن النسبة وحضرتش اللي سألتيني عن النسبة موعدتها فيطلحت الأولى النتائج ما تطلع بالنهار تطلع بالليل كنت وقت هنا ببيتنا بضاحية وكان موجوده وكان يوم السفر وعارب أن النتائج تطلع أنا قلت له يباباج متعقوباج تطلع فيه لكويت يعني غيال مثل أبوي كون إمبراطورية ضخمة وأعمالها في كل بلدان العالم بس أوريش إنه هو مع الصغير صغير ومع الوسط وسط ومع الفقير فقير ومع التاجر تاجر وهو شديد شخصيته متعددة كل الصفات الطيبة يحملها هذا الإنسان فيه لكويت وساعة ناش دخلت عليه والله طول بعمره حلوة اللبن وياه كانت فقلت له يباباج عيني ترى نتائج يقولون تطلع الفير يعني يقول حين حاجة الوزيرة تأكد فدق عليه يعني يقول بالفعل كلامها صحيح ساعة خمس الفير وقسم بالله ما نام والله يا روان ما نام كل ساعة أطل علي إنزيش تبين فيه خليه نام بعد أنا بعد خشكل بس أنا أبي فرحانة فيه لأنه اللي شجعني ودقيت علي الباق خمسة اللاربع قلت له يباباج ترى ساعة خمسة اللاربع قال يلا دقيقة حتى بعد قلبي مالي بسرع قال ترينب بشدي رفعها وقال كلم السواق وطلعنا أنا ويا وأمي ورحنا مدرك أذكر أي ثانوية ويبشرون في نجاحي هذا الموقف ما أنساله الموقف الجميل والحزين مع بعض لما تخرج من كلية الحقوق ورحت قسمت اليمين ويبتل الكرني وهو على فراش الموت كان باقي لها ثلاثة أيام أو يومين بس أنا كنت سعيدة أني أنا وريت الكرني قبل الله يتوفى يعني حققت للأمية لأن أنا في ذاك الوقت أمي ما كانت راضية كان وأولادي صغار في ذاك الوقت من عشر سنين فأمي ما كانت راضية أروح بس هو اللي شجعني والله الحمد حققت للأمية يعني رفعت رأسها كنت سعيدة بهالشي شو وصتت فيه وصتت على منه ما عرفت عوايد وصايا بس ما عرفت انتش تقصد يعني مسك خولة على كتر وقال لها كلام يقصد شيء معين رسالة معينة وصية خاصة بينه وبين خوله دائم كلمتها يقول لي يا بنتي لا تعطين كثير يعني قليل مستمر ولا كثير من قطع لا تعطين كثير هذه دائما كان يقول لي ياها ما أنا مستحية بقولها زدام الناس كان يقول لي يا بنتي خلوا بالكم ترى أنتم مطمع أمام البشر كلها انتبهوا على أنفسكم لا تخلون ناس تطمع فيكم الناس تشوف الدينار هالكبرى انتي تشوفين هالكبرى الناس تشوفها هالكبرى فانتبهوا على أنفسكم هذا الكلام مو بس حقي حقال حق الاخواني يعني لأن أبوي خل بالك احنا عشنا حياة ترف هو تعب وإحنا لكلنا الثمر أبوي بناها من الصفر بناها بضراعة من البداية من أول ما كان موظف بسيط بالجمارك لما صار مجير لما باعس متريلا مالتا ولم الله بارك له ورعى أخوانا ورعى أمه ورعى أنسابا ورعى أهلا ما هي البركة وين تي قبل شوية قلناها صحيح ونفس الكلام صحيح فالله يرحمه خذيت بالوصية طبعا طبعا أنا ما تصدق أنا حريصة كل الحرص أني ألتزم باللي قال أبوي بكل شيء وكان نظرته في محلة الحمد لله يعني كان سابق عصره فعلا ايه هذا ما يختلفون عليه اثنين على فكرة هذه بناه في الواقع وبناه الآخرون في الأحلام هذه كلمتي أنا اللي كاتبتها بأول رسالة واللي هالكلمة هذه تناقلت بعد اختفوزي يلا يحفظها مسوت كتاب حق أبوي طبعا كل شارك فيه كل أخواني أكيد وكل أصحابه فالكل شارك في هذا الكتاب وسوت الحفل افتتاح هذا الكتاب ففرحت أني شفت هذه الكلمة ناقلينها وحاطينهم جميل لكن فراق أثر على حياتك والله يا روان تدري ليش أنا أحمد الله أبوي زرع ثقة فيني وزرع قوة وأنا عملي مع رجال أكثر مع نساء أنا من صغري ما هب لكي تكون بالصورة بس إلا ما يوقف شيء جدامج إلا ما يعترض شيء جدامج طبيعي هذه الحياة خلق الإنسان فيه كبد دائما مشاكل مشاكل مثل عندنا فرح عندنا حزن ولكن لما كان أبوي حي لا أحس إنه حت له وطحت بسرعة راح أنشال الحين لا حي لازم أنا اللي أفكر وأنا اللي أخطب عند السند اللي يساعدش وفكر معاش طبعا سند الله يخلي فوازو عبد العزيز بس يظل الأبد كنت تتغارين عليه من أخوانك وخواتك لا لا يعني في ناس صدق أقول لك شيء يكون في أبوهات عندهم واحد مقرب وفي واحد واحد من بناتها ولا عيالة اتغار إيه التي تكون كلها قاعدة عندها بالعكس أنا كلها يناديني همزة يعني ما أخذ حقه وزيادة إيه بالعكس استهنس قصصها نحن دخلنا واحد بالتفاصيل حتى هو على فراش الموت تهمزة ظهري قاعدة همز ظهرة ومستجريلة وبوصة صابعة بالعكس شوفوا نحن قادم نحكي في هذا المواضيع ترى في ناس واحد من اللي تابعون الأمانة وللأسف عسى الله يهديهم إن شاء الله مش باررين في أبوهاتم ومهاتم وهما جدام عينهم الأب يقول لها كلمة وللأم تقول لها حجوة ترد عليها عشر أو يرد عليها عشر فأنت اليوم موجودة هذا النموذج شوفي وفائك حتى رحمة الله عليه بعد مماته هم يقولون يقولون النسيان نعمل إنسان ينسى هذا من الله سبحانه وتعالى حق البني آده حق البني آده لأن كلنا يعني ما ننسى صحيح ما حد عاش صحيح لكن هذا الوفاء بحد ذاته حتى رحمة الله عليه فأصيلة أو قاعد تسألوني لا أنا ما بيأصل بيتها ثقيلة حق الناس بس هذا المقصد ممكن لديك نعم بنوصل هذا النموذج إحنا أنا أشرح له هذا الهدف إننا نحن بنوصل هذا النموذج إن كل إنسان يكون بار بها يكون بار بأم هذا الشيء هذا باركة من الله سبحانه وتعالى تدري طال عمرك أنت تسوي شدي عشان شنو أنت قاعد تزرع قاعد تحصد طبعا نحن نسوي من قلبه تاخذ 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 أنا أحمد الله يعني أنا من الناس اللي رب العالمين مميزني على البشر كلها إن الله أكرمني في أربع فرسان كل واحد بار لي أكثر من الثاني كل حبيبين مطيعين كلهم وأكبر كرم في الدنيا والآخرة هو فواز ولدي اللي هذا جنتي وناري اللي أكثر حتى من أولادي الثلاث اسمي الله عليهم فبالعكس أنا معقول هذة اللي بيكونون باري معقول هذة اللي بيحبوني معقول هذة اللي يسمعون كلامي يعني مو معقول إلا إذا أنا مسوي شيء طيب في حياتي كنت مع أبوي مع أمي أنا تدرين روان أنا ما يقولوا لي يمّا بالبيت أيالي واحد سميني الجبدة واحد سميني الحب واحد سميني يمويش كهو يسمعني أكيد مباركة كلمة يمويش يعني الجميلة ما أدريه هل مصطلح هو ربعة فأقولش كلمة يمّا ما تنقال عندي في البيت يعني كلها دلع بناتنا لأن علاقتي معاهم إحنا ربع ربع بالبيت يعني حتى علاقة الأم ويأولادها أنا لصدق ما أعرفها يعني أنا دائما أتقشمروا إياهم بس أخاف عليهم طبعا أنت جميلة مثل ما أمويش مثل ما قال أولديش قلبس قالبا فعلا لا الصد يعني الطيبة اللي بداخلش ومثل ما ذكرتها إن الواحد يبر بأمه وأبو لأنتي اللحظة ليفارق أمه وابو يتحسف أنه مكان بار معاهم خلاص يعني هم بابين أنتي عندك أنا أتسكر عليه واحد بس أحمد الله وشكرا أني أنا يعني كفيت وفيت بس لازلت مقصرة أكيد حق أبوي عشان تذي أنا قاعد أجتهد أكثر أكثر وأسوي حق أبوي أشياء واحدة الحين أقول يمكن يمكن سبحان الله أنا كنت قصرت يعني ما أدري يعني بني آدم بعد طبعا نقاشنا وحوارنا معاش مستمر لكن رح نأخذ فاصل بسيطا ريحت ونروح مشاهدنا بفاصل بعد فاصل نكمل مع ضيفتنا بالستوديو مبارك يعني تعلمت حضرتك من والدك الكثير كثير ويعني كانت العلاقة جدا كبيرة ما بينك وبينها وعشتي مع لحظات كثيرة سواء في المجال الأسري وسط العائلة أو أيضا في المجال العملي تعلمت من الكثير طيب خلنا نتكلم على مجال العقار وهذا اللغز يعني عقار مرة صاعد مرة نازل مغامرات فيه ومش مغامرات كيف كنت تتخذين القرارات في هذا الجانب وأيضا شنوان خذتي هذا المجال وحققتي فيه هالنجاح طال أمرك هذا المجال أنا يعني من أنا وصغيرة ربيت عليه يعني فتحت عيني على العقارات وعلى الإيجارات وأنا كنت ماسكي قسم الإيجارات عند أبوي بس ما يمنع لنا لو صارت باعة أو شيء أيضا أدخل فيها وأذكر مرة من المرات كان عندنا قسيمة صناعية والله ما أذكر حتى على أي شارع ويعني واحد وقال أنا بشتريها طبعا رح تبلغت أبوي أنا عمون ما أدخل وائد في البيع بس رح تبلغتها الحاجة كنت صغيرة يعني ما كنت بالعشرينات توني فقلت لها يبقى شي سالفة وشي سالفة كان يقول لها بنتي كم سام قلت لها المبلغ كان يقول إن زين نطريني نص ساعة قلت لها زين أثرا في واحد يا يحق أبوي بس طبيعته يعني محنك زيادة لازم وما يعلم ياخذ أكثر مما يعطيك فالمهم عقوب نص ساعة نزلت له قلت لها يبقى كان يقول خلصي اللي فوق خلصي اللي بيأتي قلت لها ليش شكول لها سومتش أحسن قلت لها خلص خلصتها وخلص وطبعا ووقعوا عن طريق دفتر الدلال وخلص الموضوع أتفاجأتاني يوم لأبي كاتب لي شك شان أقول لها يبقى شينو هالشيك شان يقول لها يبقى أنت هاي دلالتو وكلي بان أخذ دلالة منك نسبته شان وشلون حق قاني وشان يقول لها حق حق حتى الدلال هي هنا قلت لها ما في بنت اللي بعد قلت لها ما ينصير أنا ما بي أنا قاعد أخذ راتب منك قال لي أبدا عشان أوريك يعني أبوي أن أبغي عاملك أوكي عاملك أوكي أنت مو بس عشان أنت بنته ولا أنت ولده الشغل 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 وبيت بيت وانت بنفس الوقع تأخذ راتب أكيد منه طبعا أبوي من البدايات ما حببنا في البورسا إحنا عندنا إدارة كاملة بس أنا طبعا طلعت من المركز العقاري الحين أنا في مكتبي الخاص مع المحامة بس في العشرين سنة اللي قضيتهم من عمري مع والدي عندنا إدارة خاصة لأسهم أبوي من النوع اللي كان يحب الأسهم ويعرف أنها مضاربات وهم الأمور فما كان يدخلها بالنسبة لك اليوم شون تتعاملين مع العقار يعني شايفت تذبذب اللي قاعد يعيش وشايفت القفز في نزول ما في شك بس العقار مهما نزل طال عمرك ومهما انطلع هو يمرض ما يموت صحيح فيعني أنت ما تتأثر ما في مشكلة عندك فأنا حاليا حتى يعني شايفتلي كذا شغلة بس وقفة لأني أدري في نزول بعد خفيفي زي المهتمين بالعقار سمعوا النصيحة يقولكم العقار ايه لأنا عرفت أنا ما حب أنصاد انقهر إذا انصد والله ما نام لا وذا انصد يعني ما حب أحد يستعبطني نعم فعشان شذي حين إنسان يكون ذكي ويعرف الهدف اللي جدامه ويتحرك على أساس شيء مدروس أنه مو أسوي أشتغل وبالتالي أنا أشوف شنو المستقبل اللي جدامي شنو النجاح والربح اللي راح يرد نتيجة التعب والجهد اللي راح أفذله لكن ذكرت عشرين سنة بالعقار والحين أنت عندش مكتب محامة من الأقرب العقار ولا المحامة والله شوف يا غاليا هما مكملين لبعض أنا أتصور شذي يعني ما في أي عقد تجاري تسوينا اللي يكمله عقد قانوني ما يصير عشان تضبطينا وعشان تسكرينه صح لازم القانون يطلع عليه طبعا فهم أحدهم مكمل للآخر بالنسبة لي المحامة أنا كانت من أحلامي وكنت أتمنى أني أوصلها وفضل الله وصلتها ثم فضل والدي علي والحمد لله خلصتها بأربع سنوات حصلت لعثرة هناك بس تجاوزتها الحمد لله وبأربع سنوات خلصت أنا ما كنت أداوم مقعد هناك سنة كاملة أنا كنت بس أروح أموري طيبة بس من مكتبي أنا مبسرة قاعد أزاول يعني كم محامة يعني قاعد أتابع بعض القضايا عندي من فضل الله المستشارين طيبين الموجودين ونعم فضل التنعام فيهم وعندي وفي نفس الوقت أراقب سوك شنو أكوم أبيوع شنو أكوم بشاري شنو أكوم أراقب كثر ما أقدر وفي نفس الوقت شاغ الوقت أيضا بيت زكاة يعني الخاصة أن نحن لما ترأسين لجان يصير عندك كل شهر لازم فيه كل شهر يصير عندك جلسة أو ساعات يصير جلسة طارية يصير بعد سبوعين فمن خلال مكتبي أنا قاعد أزاول هالأمور كلها جميل يعني أنا مماسكة قصدي شيء واحد ما تروحين بالأعمال ونبين نتكلم بهذه المحاور كلها بس برجح حق الأسرة تفضل الله أعزك وجنتك ونارج لها حق عليك بالتأكيد إذا أنت أبوت رحمة الله عليه هذا اللي تسوينا حلوة اللبن اللي تابعنا الحين شو تسوي لها شو تقولي لها يبعت قلبي والله أنا مقصرة بحكها صارت لشمي يوم ما حاشيتها ألها والله مع الشغل بس هي تعرف غلاها هي ساكنة عيوني والله حبيبتي شغذيتي منها والله أمي لو تلف الدنيا يعني أنا ماهلهم ماهل أمي والأبوي ما نقدر وصل المواصيلهم هذي لقلوبهم طيبة شوف أمي امساعة أنا قلت لك الصبر ترى أمي إذا كلمة الصبر طلعوها من هالإنسانة قليل أمي ترى صبور من الدرجة الأولى أمي ساعت تحكي لنا قصصها أيام أول أول لما كانوا قاعدين في ريج سعود يعني أقول له أنا مكان أمي ما أستحمل وايد صبور أمي وايد خذيتي منها الصبر خذيتي منها الصبر طبعا حكيمة ترى أمي على فكرة مو متعلمة يعني ما هي دارسة كثير لكن لو تقعد معها عقلها يازن بلد ادخل بيوتها ادخل قصورها تقول هذي مهنسة ديكور بسم الله عليها لكن رب العالمين مبارك كلها في عقلها وثباتها دائما يعني أنا أتخذ قرار تقولي لا غلط أقول أمي ليش تري ليش تري ليش تريد كنت أتعصب هي ساعات ألاقي أمي الصح وأنا الغلط دائما عندها بعد نظر الله يطول بعمرها ويخليها تاج على رأسنا إن شاء الله الله يحفظك لكن طبعا مثل ما ذكرت مهام عديدة وإنجازات مميزة وطاقة من الصغر يعطيش العافية ليه إن شاء الله يعني طويلة العمر ليش تستمر بها العطاء المميز لكن طبعا يمكن أضيفة ليش مهمة يديدة يمكن إيه هي يعني ساعدتش يمكن ساعدتش فيها العديد من الناس اللي إيه هي قرار مجلس الوزراء بتكلفتش بعضو ببيت الزكاة الكويتي وأيضا ترأسش لعدد من اللجان داخل بيت الزكاة منها رئيسة لجنترمية الموارد والإعلام والإشراف على تطبيق القانون 38 طبعا لسنة 2014 نعم فاتكلمين عن هل تجربة هذه هذه بالنسبة لي تجربة جدا جديدة لم أتوقعها في حياتي ترى كثير ناس يشوفوني طالع بالإعلام يعني تقدون أن أنا خطتي ناطر أصير وزيرة ولا ناطر أصير نائبة أنا ترى الأمور يشهد الله علي ولا في لحظة فكرت فيها أبدا ولكن اتصال معالي وزير العدل علي كان اتصال جدا غالي ولما عرض علي هذا المنصب قال لي مبارك تقدرين قلت لي شوف أي شي فيه مرضات لله والتوجه لله أنا أقبله يعني لو كان شي ثاني يمكن فكرت تراجعت ألف مرة لأن أنا وائد عندي التزامات وأنا كل حياتي عايشة حرة يعني ماسكا مالي الحر ومكتبي حر يعني ما تقيت خاصة في مجال الحكومة أنا ماني متقيدة على فكرة مو بس أنا نحن كلنا كأولاد وبنات مبارك الحساوي ولا واحد فينا لتحق بالحكومة ترى أنا الوحيدة جميل فمن أنت ذكرتي هذا الشي أنا أذكر معلومة لمشاهد الكريم اسمحي اللي فيها فعال وقام في بيت الزكاة بحكم هذا القرار اللي قالت لكم زميل تيروان قبل شوي ومتواجدة في حذين في هذه الأقسام وعندها جولاتها على باقي المراكز في دولة الكويت لكن اللي أنا بقول لكم أنه كانوا يتقاضون في السابق الأعضاء يتقاضون بالسنة خمسة ألاف دينار وهم خفضوها لألفين ونص تقريبا فقالوا حق خاول مبارك حساوي قالوا ترى بالسنة ألفين وخمسمائة دينار قالت يا بوي هالألفين وخمسمائة هذي أنا ما أبيها وأنا استأذنت منك وسمحي لقالت هذي الألفين وخمسمائة أنا ما أبيها هالألفين وخمسمائة هذي أخذوها ووزعوها شوفوها بطريقة مناسبة حق الناس اللي محتاجين الناس اللي محتاجة في هذا الجانب يليه يتوظفون هذا المبلغ لهم فأجزاتك الله خير مبارك الله فيك ولا غريبة عليك لأمانة هذا الأمر وعلى هذه الأسرة الكريمة بس أصحح معلومة تكتال أمرك أنا لما سألني الأستاذ إبراهيم صالح ومسيب الخير قال لي مبارك ليش رجعتها قلت لي لأني أبي خصصها حق المتعسرين اللي في التنفيذ التنفيذ الأحكام هذا قصدي ناس عليهم خمسمائة ناس عليهم سبعمائة ناس عليهم ستمائة قلت لي ويفرجهمهم قلت لي هذا فرجهم أنا دخولي بيت زكاة طال عمرك ما أنا داخل المال أنا داخل التوجه لله ومع الأسف الحمد لله أنا ما ليش تغل في الناس اللي تقول كذا وكذا وكذا ما على الأسف ما سلمت يعني يشهد الله أنا شونه قاعد أقدم واللي يشهد لهذا الشيء رب العالمين ويمكن المدير العام بيت زكاة يمكن الأعضاء كلهم شايفين عملي واللي أنا أخدهم فرضاء الناس شيء شايد يعني يرضاء الناس شيء شايد فالحمد ودائما ما أخذين فكرة أن الأعضاء مثلا ما هو بزيني الأعضاء ما يأخذوا مبصحيح أنت اليوم عضوة وعند جولات مستمرة على باقي مراكز بيت الزكاة الموجودة ومتواجدة في دولة الكويت بشكل عام نعم وزرتيهم صحيح شا اللي شفتي من شغلات نواقص محتاجينها أن تكون موجودة بالمركز شغلات زيادة محتاجة إلى إعادة توجيه مثلا فشلون يتم توزيع مثلا المبالغ حق الأسر الشروط الموجودة كل هذا طلعتي عليه بحكم خبرتك أنت أيضا يعني صاحبة مجال حر وأموال وتعامل إداري ومالي بشكل يومي وقانوني نعم شفتي نقاط أكيد عجبتك نقاط حبيتي تطورين منها نبدأ نتعرف على هذه الأمور أنا الله يحفظك باعتبار أنا أرأس أحد اللجان اللي تفضلت فيهم الغالية اللي هي تنمية الموارد هذه اللجنة اللي هي أساس عملها أن تدخل مال كتر ما تقدر حق البيت يعني من فترة يعني هجوم يتكلم لي عن أمور مالية أنا ما ليش شغل به المواضيع كل حلو الإنسان يدخل في اختصاصه ويتوسع فيه أما أني أروح أنطع اللجنة ثانية نفس الأخ اللي يوجه لي بتويتر لا فهذه اللجنة وظيفتها طال عمرك اللي هي تدخل مال بنفس الوقت هي مرتبطة بالإعلام أكيد اللي هي لجنة حتى نذكرها المشاهد تنمية الموارد والإعلام تنمية الموارد والإعلام يعني لازم تشتهد على قدر استطاعتك أنك تدخل مال شون تتواصل مع كبار المتبرعين وشلون هذه الأساس مالها فأنا رحت أول زيارة زرت بيت الزكاة لي في الضاحية كان مع توعد مع المرة الثانية رحت حق هنبلغت اللي هو بالسالمية اللي هو قسم التموين مع البيت الزكاة اللي يمون الأسر المتعففة والمحتاجة وإخواننا البدون اللي يمونهم هذا فرحت شفت وحتى لقيت بعض الأمور فطبعا هذا القسم التموين شنو يجمع يجمع سكر شاي رز أشياء استهلاكية الموارد الغذائية الأولية وتكيف ثلاجات كذا متاز على فكرة البيت الزكاة أنا والله وسجلتها بس أنا أنسة حاز على شهادة الآيزو لمدة ثلاث مرات شهادة الآيزو شما أخذها ما أخذ شهادة الآيزو بس أنا ذكرتي شوية ضعيفة شهادة الجودة الإدارية وشهادة سلامة الأغذية وشهادة أمن وسلامة الأنظمة الآلية والآيزو هذا مو شي سهل آيزو في الشراطات كثيرة وذلكم مرة أخذ بيت الزكاة أخذها لا يقل عن ثلاث مرات على فكرة أنا شفت بعيني هالكرام أنا ما حد قال لي أنا ليش قاعد ألف عشان أشوف إذا وين الخلل وين في نقص وأحاول أجتهد أني أصحح فالله طال عمرك يعني مثلا التبريد لازم ما يقل عن نوع مثلا حاطين مكان تكرم مسامعك حق الفيران ولا شيء يم ما لازم ولا في أكل ولا 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 شيء وما على أساس الأيزو يعطونهم يا على ثلاث مرات على أساس يعني تدخل مخازن من جد مشرفة أنك تشوف مؤسسة يعني مستقلة حكومية بهالنظام هذا شيء يعني مفخرة مبارك اللي يعني يتهم وهو ما شاف وكثير منهم يتهم في عملية يقولوا المحابة في الأموال جايدك حقا بس خليني أكمل طال عمرك فقمت لفيت وشفت النواقص الموجودة طبعا تدري لأنهم يساعدونهم يتزكعت على طول ما شاء الله فإشهد الله ما قدمته في هذك هذك اليوم لهم عشان أغطي هذا النقص أنا محد بحاسبني لرب العالمين فضرب الييني اللي أوجه لهم أن الله يسامحكم لأنني أنا مو داخلة عشان أستنفع من هذا البيت أنا داخلة عشان أضيف لهذا البيت وأتوجه لرب العالمين شو السبب اللي يخليهم وشوفون هالنظرة الإيجابية حولها ليس سلبية أنا بقول شيء بس ما زعنينا علي شوفي أنا هالناس مركبتهم فيه مثلث يا حاسد يا حاقد يا جاهل دائما ننظر لهم كلي اللي ينتقدون في حده اللي يحول الأمر الإيجابي إلى سلبي لأنه ما شاف بعينه لازم أنت قبل تحكم روح شوف وبعدين على طالي المساع دائما يتهمون بيت الزكاة أنه فيه واسطة وأنه يميز أخواننا البدون عن بعض أو يعطي هذا ويترك هذا كلام مو بصحيح أنت عشان تتقدمين حق بيت الزكاة أول خطوة يقعد معاش الموظف يأخذ الكلام منك بعدين يحول حق الباحث يخلص من الباحث إلى المدقق يخلص إلى المدقق إلى مدققين الفرع الرئيسي يخلص مدققين الفرع الرئيسي يروح حق موظفين بيت الزكاة ومدير عام بيت الزكاة شفت الدورة شطولها؟ على أي أساس يصير فيها محابة ما يصير من عرض الأشياء اللي أنا زيارات بس أنا انتقلت حق موضوع ثاني عقب هذا الموضوع قلت ما رح أكلم أحد أبا نط بروحي بدون ماء ورحت مع الأخ عزيز عليه أستاذ فيصل وقلت لأبيك ومن سكان الجهرة قلت لي سلمك لي ودني فرع الجهرة مع البيت الزكاة حتى البيت الزكاة ما يدرون عني هذا الحجي من ثلاثة أربعة تأم هذا حلوب أحسن شيء فأنا وقلت وقلت رح أسوي زيارات حق كل البيت الزكاة مفاجئة أنا ما أبي البهرجة صحر استعدادات وصور ما بيح السوالف أنا ياية للإصلاح مو ياية عشان الناس تعرفني وأنا سعيدة وأفتخر في محبة الناس ولا يغير علي فيهم رحت بالجهرة مو مثل الضاحية الحريم بروح ريايلي بروح فدخلت طبعا لقيت موظفة واحدة قاعدة حسيت مكتوب صندوق أنا ما بيصندوق أنا أبا أشوف أبا أشوف وين الباحثة وين يقعد تقعد مع الناس شلون قاعد قابلهم شلون طريقة الأسئلة أبا أشوف شلون قاعد يدخلون في الناس كان أسأل هذا قلت لأ أنا عندي شغلة أبي أحد يخدمني طبعا شكلي مو شكل واحدة محتاجة يعني كان يقول لي طلعي فوق قلت لأبي قسم الشكاوي حتى الحجة ما عرفتها تتحجة أبا أقعد ما أحد كان أطلع فوق طلعت للا كان ألاقي بنتين قلت لأ حبيبتي أنا طلعتني ومثل ما تقول ما عرفتني للأمانة فقلت الحين أنا عزرت عليها بالأسئلة ما رح تجاوبني منظري بيوم منظر واحدة يتأخذ فخليني أكون واضحة من البداية قلت لأ حبيبتي معاتش خول الحسائوي أنا عضو مدسدارة بيت زكاة أنا بس عندي بعض الأسئلة وياي أستفسر منك قالت لأ تفضلي طبعا وقوفوا اثنينهم وبحكي الاحترام وكلموني فقلت لها أنا أبي مشاكلكم هل عندكم باحثة قانونية هل عند الرجال نفس الشيء يعني عطيني شونا عندهم تبتشوفين شو المشاكل عندهم شونا شي يندس لنا اغتخولي احنا عندنا مشكلة قلت لها أمري أنا حين أنا ماسك العصام النصة أنا مايسك اللي أقول بيت زكاة بيت زكاة لازم أقول الغلط والصح صحيح فمسكت العصام النصة ونا قاعد أتكلم الهين تبتقولي احنا عندنا عجز قلت لها من أي ناحية حياتي عندك عجز تبتقول احنا بس تنتين نستقبل بس تنتين والباحثات بس تنتين طبعا عدد المراجعين وايد المراجعين يا طويلة العمر من مية وخمسة إلى مية وخمسين وهم اثنين فقلت لها وين هم أنا ما كون لها أنا واقفة ماكو حد تقول لها انتو اليوية مبتشر كان شفت اللي أنا قاعد أقوله قلت لها اشتامرين فيه قلت لها أنا كروتة المراجعين هذي ما أبيها انتو تمشينهم بسرعة هذا ما أبيه أبي كل إنسان ياخذ حقه لأن احنا كأي متبرع أنت أنا الأستاذ أي أحد حاط يبي فلوسها تروح بمكان الصحيح لأن نحن محاسبين كناس قائمة على هذا البيت كانتو قللي قلت لها طلباتك كانتو قلت لها زودونا بالعدد قلت لها بس قلت لها ابشري والله إنما ما تردد الأستاذ براهيم الصالح وصلت مكتبي دقيت عليه قلت لها باحمد شلونك شون صحتك وطبعا هو يعني أمسي بالخير وباحمد يعتبر من خيرة الرجال اللي ماسكة بيت الزكاة وقلت لها طال عمرك ترى أنا سويت زيارة مفاجأة وهذا اللي حصل قال لي بشريا مبارك ستة رح أرسل قلت لها أخلي بالك ثلاثة أبيهم باحثات يساعدون لأنني أخلي بالك الجهرة صيبية منطقة وثلاثة أخليهم مع البنتين قلت لها زاكر الله خير قلت لها من المستفيدين عندكم في الجهرة تذيش قالت لي قالت لي 98% من فئة الإخواني البدون وأثنين بالمئة من إخواني الكويتين فأنا هذه لما قالت لي هالكلمة صراحة تأثرت لأنه وائد آنييني ضرب من إخواننا البدون يعني قلت يا ربي أكثر من شذي بيت الزكاة شي يسوي يعني بعد هذه طاقات ترى بيت الزكاة لما يعطي هو ياخد تموين من الدولة ترى ياخد بس مليون ونص من الدولة انسيلي الرواتب من الخدمة المدنية وانسيلي الأمور الثانية أنا أقصد كتبرع كمساعدات أقصد فياخد بس مليون ونص بيت الزكاة وقائم عليك وعلى فلان وعلى فلان وعلى أهل الخير والمحسنين قائم على هالناس بالضبط فأهما كثر ما يزيد قدر التبرع كثر ما يزيد أهما التوزيع حق الأسر المتعففة وكثر ما يقل وبعد يخلي بالس في بعض المتبرعين يقول لك أنا ما بي مثلا هنا أنا بعطيش مية تلفس ما بيش صار فيه هنا هل بيت الزكاة يقدر يغير الكلام ما يقدر يوجهها بره يعني أنا أنا أتكلم لش عن نفسي أنا واحدة من الناس مسوي أمور كثيرة ببيت الزكاة وسويتها بره فبيت الزكاة مجبوري يلبي رغبتي نعم منبارك شراح المجتمع كثيرة نعم من المحتاجين وعسى الله يفكعوك كل واحد والودودنا الأمانة محد يكون محتاج في هذا البلد الخير والطيب أي والله أخواننا من غير محددين الجنسية محتاجين في الكثير منهم محتاج وأيضا هناك أسر متعففة الأولوية من وجهة نذرج بحكم هذا المكان وهذا المنصر وأكيد هناك آلية في عملية التقديم لا يمكن أن يذهب خول على طول وتعالين ببيت الزكاة خلاص عطيني هناك آلية طبعا إذا أنا توري شرحت حق الأستاذ أتمنى الآلية هذه توضحها للمشاهدين بعدما حضرتك تقولي الأولوية من وجهة نذرج الخاصة الأسر المتعففة أم من أخواننا غير محددين الجنسية أنا والله أني ندت علي أنا أقول لك الأسر المتعففة هذا الموضوع ناقشناه في اجتماع مجلس إدارة مو اجتماع اللجان مالتي لي أنا رأسها سمع مجلس إدارة الرئيسي هذا من أربع تيام ناقشنا موضوع الأسر المتعففة ونائب الرئيس يعني هتم وايد في هذا الموضوع وكلنا آزرنا وخذنا بيده لأن الأسر المتعففة ميزتها ما تروح لازم أنت تتعب لهم ولازم إحنا نعين ناس من بيت الزكاة وتروح لهم طبعا هذا موجود عندنا بس أقول لك لازم يتكثف هذا الموضوع لأنه في خطتكم ونكم راح تكثفون هذا الموضوع راح تكثفون في الأيام القادمة ونفس الوقت أخواني الغير محددين الجنسية طالما هم قاعدين في بلدنا وساكنين في أرضنا فهم يعتبرون مننا وفينا أكيد ما يعطونهم حضرتك قطاعتي الشك باليقين من 8-90% من خلال هذه الملفات والوثاق الموجودة وليس بالضرورة أن كل الناس تطلع عليها هذه الوثاق وليس دورة بيت الزكاة أنه يعرض لكم الوثاق على مصرعية تجمعها شوفوها الميزانيات فبالنهاية الأخوان إن شاء الله على قدر الثقة في هذا الجانب ونقل لكم أحد أعضاء بيت الزكاة هذا الموضوع 98% هذا ما معنات راح يخفضونها راح يزيدونها إن شاء الله من الجهرة طال عمرك نريد أن نكمل على باج المناطق إن شاء الله لكن بعد الفاصل فاصل المشاهدين وراجعين لكم خلكم معنا مشاهديني هذا هو مشروع بيت الزكاة اسمه تقرير مشروع فواز التعليمي السيدة الفاضلة خول المبارك الحساوي منطقة كوشة محافظة عكار في لبنان بيت الزكاة مكتب التواصل مع كبار المحسنين شو الموضوع هذا المشروع أنا الله يسلم عمرك أبو تركي قبل شوي شينو قلت لك قلت لك بعض المتبرعين يفرض على بيت الزكاة يقول له أعطني مشاريعك ما يبقى مكتفي في الكويت يقول أبا سوي بره هذا الموقف صار معي أنا يعني أنا وحدة من الناس وهذا قبل أشتغل على الفكرة بيت الزكاة هذا المشروع سويت أنا آخر العام آخر السنة آخر 2014 فقل ما كنت وقت بيت الزكاة لأن أنا من زمان علاقتي مع بيت الزكاة يعني أتبرع يومتي فهذا المشروع طال عمرك من عرض المشاريع اللي عرضوه عليه قالوا لي في إقامة مدرسة للأيتام في بيروت في لبنان نعم فتحبين نسوي حك فواز مثل هم إيه هذا الحيش في 2014 قبل لا تكونين عضوة ببيت الزكاة قبل لا تكون عضوة بيت الزكاة أكيد أنا مسوي وترى ويد مش هالي عبو تركي مع بيت الزكاة يعني أنا يا هذا الحب فواز يا حبيب عمري خلا يحضر فسويت المدرسة باسمه هو مركز فواز التعليمي يدرس الأيتام وبيت الزكاة حاليا عنده مكتب التواصل مع كبار المتبرعين يتواصلون ويزورونهم في البيت إن كان إذا مثلا بقيت مرة تروح لستاذة ميسى إذا بقيت ريال يروح لدكتور غالد وفي تحتهم أيضا مجموعة من الشباب والبنات يروحون يزورون ويقعد معاش مشارط انتتين بس دقي تليفون والحين صار نظام أونلاين في بيت الزكاة بعد حق المتبرع يقدر عن أونلاين حق محتاج عن طريق الأونلاين حق فتوى شرعية عن طريق الأونلاين يعني بيت الزكاة المقصد من الكلام في تطور في تطور يوم عن يوم في تطور عنده وهذا فضل من الله شي طيب طيب فهذا سويت عن طريقهم وهم بعد ما خلص المشروع جابوا لي هالكتب وكل واحد متبرع يقول أياه يقول عمله ويشوفه بالعكس هذا يعطي مصداقية ونثقة أن اللي يريد تبرع يشوفه بعينها الفلوس وين راحت في البعض يقول لا يمكن أن أعطي فلوسي مطرح المكان بس لما يشوفه صور جدامه واسم المدرسة ولا اسم المسيد ولا شونه هو العمل الإنساني اللي يقدمه صحيح فلما يشوفه بعينها بالعكس سعطي مصداقية وتخلي يمكن أن يتبرع أكثر حتى موائد رمضان ترى على فكرة بيت الزكاة من سنة الثلاث وهو تأسس بالاثنين وثمانين بعهد المغفور لشيخ يابر على الجنات النعيم وكان باقتراح من الساد مشاري العنجري والساد الله يغفر لجاسم الخرافي رحمة الله وتم تأسس بيت الزكاة باثنين وثمانين يوم ثلاثة بسنة ثلاثة وثمانين بلش من ذاك التاريخ إلى هذا التاريخ وبيت الزكاة تسوي ولائم رمضان طريقتهم في ولائم الإفطار هذه اللي يسوونها أحين أنت أعطيتي مبلغ أنا أيضا شاركت الحمد لله في هذا الموضوع وأكيد أنتوا أفضل مني بعد فيه لما تسلمينهم مبلغ تقولهم أنا والله أبي هالمسيد أبعطيه خمسمية وجبة باليوم تطلع الكاميرا تصور لتش السيارة واصلة أنا شفت هذا الكلام بوحدة متبرعة ورونيان عشان يعلمون إشنا فلوس شوي رايحة عشان تأكدين شي طيب يصوروا لتش السيارة وين رايحة وين المخيم وشون نزلت شون نفرشت الأكل واسم موجود لو حبيتي ما حبيتي فاعلة خير يعني أنا ما نشايفة بيت الزكاة يعني كثر خير والله ما هو مقصر يعني أنا صدقني أنا لما قلت لك نعرض عليه هذا المنصب كنت سعيدة فيه لأني أنا لي تواصل ولي علاقة فيه سابقة وثقتي فيه عمية جميل اشتبين تقولي لهم في ختام هذا المحور الخاص في بيت الزكاة بارك الله فيهم بارك الله في كل العاملين الموجودين كنتم نتمنى كلهم موجودين لكن وجلهم شكر كبير الأمانة على ما تقومون به من جهد مبذول وندري هناك جنود مجهولين الأمانة لكن إن شاء الله أجركم على الله سبحانه وتعالى اللي أفضل مننا كلنا ونسأل الله نياجرنا جميعا إن شاء الله طبعا أنا أشكر الأستاذ إبراهيم الصالح والله يعطي طولة العمر والصحة قاعد يتحمل كثير ويتحملنا إحنا الأعضاء بأسماعات اللي كل شهر على قلبه وأشكر أيضا كل القائمين على بيت الزكاة وعلى الزمل أعضاء الإخواني كلهم اللي وياي يشاركونا ومتحملين المسئولية وعلى فكرة كلهم تدور تلاقيهم أكثر هم متنازلين بعد مثلي يمكن أنا ما أدري بس أنا أقول لك أكيد لأن الكل ياي يحامل على يعني اللي مدير معاه مثلا شؤون قصر اللي وكيل بزارة المالية اللي وكيل بزارة الشؤون ترى كل ناس حاط اللي معانا الأعضاء كلهم يعني فوق طاقتهم بعد قلبي متحملين فكثر خيرهم وكلهم بعد يشتهدون يعني ما مقصرين وحاليا تحت إطار لجنتي التنمية والموارد والإعلام يقومون خطة إعلامية حق شهر رمضان ترى في كل مكان سواء كان في تويتر في الإنستجرام بالصحف بالإذاعة بالتلفزيون في كل مكان سترى فيها وطبعا أنا طلبت منهم أن هذه الخطة لا أكتفي منها بس في رمضان لا إذا هي كلفتني وتعبت المجهود ومجهود حامل من الشباب 50% من الخطة تصير على مدى تستمر على طوال السنة عشان تخدم جميل بإذن الله شكرا بيت الزكاة مرة أخرى الآن سنتقل معاك ومع المشاهد الكريم حب خولة مبارك الحساوي للون الأصفر تحب الأصفر أنزين الليسا يقول إذا تحب الأصفر لماذا ملابسة تقول لكم لا أنا أحب أشوفها والآن نريدها مع بعض كنت رول جاهز الأصفر سنرى الأصفر الموسم النصر يفوز باللقب ويتواجهم بطلا لدوري جميل في هذا الموسم بعد أن تجاوز محطة الديربي فاتب الدوري مبروك من الأعمار لكل النصروية لدى السلفة للأدير كذلك التركي لجماهير العالمي لكل كتيبة النظر عادوا لكي لا يغيبون مرة أخرى عادوا لكي يقولون اليوم نظر وغدا نظر عادوا لكي يحلقهم عاليا رافعين شعار الصدارة يا عالمي فوق حلك فوق معادكم دائم الأمة دائم الدوري مبروك من الأعمار لكل جماهيري هذا الفريق الكبير لجماهيري هذا الفارس المتقلب بالجروح لهذا الفارس النبيب عاد مرة أخرى ليملأ الميات طبعا سر حبش للون الأصفر واضح من خلال التقرير أيها الله أنا عشق الأصفر القدساوي الملكي الزعيم الكويتي وعشق العالمي النصر السعودي لأني أنا اعتبرهم هذه الأثناناتهم فرقة ذهب أسميهم لأن عمرهم ما يصدقون يخفقون بس ما يخسرون يعني لكل جواد نكبوا والقادسية يمكن نتكلم بداية على القادسية يمكن تعرض لبعض الأمور في فترة الأخيرة لكن بإذن الله أنا أعتقد أن فواز أخوي مجهز نفسا لنزول حق الانتخابات السنة الياية وقائمة أعلنته لا فواز نازل نازل بإذن الله إن شاء الله قائمة أبناء النادي هو اللي يمثلها لحد الآن ما بين من اللي معاه بس أهوة طبعا أكيد بقيادته أهوة قائمة أبناء النادي طبعا لا زالت في اجتماعات مستمرة وكلها بقيادة فواز لأنه قاعد يحضر هذه الاجتماعات وعن طريق مكتبنا لأنه في بعض الأعضاء لما يسجلون واجهوا بعض المشاكل تطفئة الليت وبعض الأمور اللي صارت ما إحنا ذاكرينها راحت وانتهت أيام التسجيل فمكتبنا ومعانا اثنين من المكاتب الزمل أعتقد اللي إحنا جاري حتى الآن نرفع لهم دعاوي ونثبت تسجيلهم عن طريق الهيئة فبإذن الله أنا أسأل الله التوفيق بيد فواز إن شاء الله وإن ما كان بيد فواز يكون بيد إنسان كف اللي يرفع هذا الكيان لأن القادسية ما يستحق أنه ينزل البوادر البوادر شو تشوفين أنا أتصور إن شاء الله الفوز حليف فواز أتصور شديد الله يوفق إن شاء الله أتصور هالشكل طيب يعني أنا ما تكلمت عبط لأنني أنا مسكت لجنة نسائية يأكيد عارف أعداد جدامت فشفت الأعداد وشفت ولهم وحبين كثير فواز أبو تركي ترى عاش عمره كله ترى المصغر مال رحمة الله عليه عمره كله عاش ما ضر إنسان بل بالعكس يعني تلاقي دائما حبيب دائما متسامح اللي يغلط عليه تلاقي ما يرد الإساءة بالإساءة فالإنسان اللي يحمل هذه الصفات ثق بالله ما فاز اليوم بيفوز باهتر يعني وبدليل شوف ما شاء الله تطور ماله في إنجلترا ما يحتاج مقتين البطولة البطولة مو الفريق الرئيسي اللي تحت خذوا بطولة أوروبا الناشئين ناشئين خذوا بطولة أوروبا لنوتنغام وإن شاء الله بإذن الله السنة القادمة الله يحالف الحظ نية حق العشق والحب الثاني الأبدي اللي هو النصر السعودي سالفة النصر السعودي متبدأ هذا العش وش السالفة لو لد جمهور شعبية كبيرة ترى والله يا متركي أنا دقلتها قبل هالمرة وبرد عيدها خلي أحد يمسني بشعرب بهذا بتويتر ترى ساعات الناس تنتقد ساعات مو شرط نقد رياضي ساعات نقد اجتماعي نقد بيت زكاة نقد أي أمور كان قسم بالله اللي دافعون عني سعوديين نصراوين عالميين هم اللي دافعون عني وأنا ساعات شسوي اللي يقهرني وايت أول مرة أقول هالكلام اللي يقهرني وايت شسوي أخلي كلامة تحد ورد عليهم فوق عشان شنو أخلي عرضة حق لوادب كلها ويديش علي الجمهور السعودي بس وأطلع أطلع وبها بعد عيني الله لا يخليني منهم الجمهور السعودي الوفي اللي ما يتخير هنيالكم ما يتخير عن جمهور القادسية أكيد ترى على فكرة بعد ما ننسى جمهور العربي أنا جمهور العربي أعشقة أموت علي أحس أحب وفائهم أو فيها وايد بس طبعا ولا أي حق القادسية ما يخالف عاد ما أقدر لون الأصفر أنا أول سيارة فك لياها أبوي صفرة وطلبتها طلبية خاصة عن طريق أبهبهاني كانت بورش على فكرة السيارة هذه لحي موجودة عندي في البيت ما بعتها ولا شيء لأن أبوي اللي شاري لياها فمن حبي لها ولونها أصفر ومن داخل كامل وغيرت مكيناتها موديل 99 قديمة صارت صف اللهي ثاني سيارة قديمة بس ما استعملها وتسوء وتمشي وكل شيء بس لأنها صفرة فمخليتها عندي عندهم مباراة يوم الجمعة البطولة كاس الملك عسن الله حافظ حكامنا يا رب كلهم النصر عندكم بطولة يوم الجمعة مشجعتكم محبتكم حبيبتكم خالوا حساوي بتقول لكم كل ما شتقولي شجعي طبعا أنا أول شيء أمس بالخير طبعا وأول شخصية نسائية أول شخصية نسائية احنا نفخر ككويت لأمانا أول شخصية نسائية تكون عضو فخري في هذا النادي المميز نادي النصر السعود عسن الله يوفقكم إن شاء الله كل التقدير والاحترام حق سمونا أمير فيصل الحبيب اللي هو منحني هذه العضوية واللي اعتبرها تاج ووسام على صدري وكل التقدير أيضا لأستاذ فهد ابو تركي لمشيقح اليوم يا يبلي قائل يبدل لش نقصة اليوم مع أستاذ عزيز من السعودية ويا يبلي جنطة الكبر تقيت أما كلمني قلت له نحن اتفقنا على نقصة ونقصات وهي جايب يبلي أشياء كثيرة ظهر حق الأولاد يمكن تشيرتات وشذي وأنا ما فتحتها لأحين وأيضا أطلب من الجمهور السعودي أن الوفي اللي أنا مو أي سعودي أنا أقصد العالمي اللي هو النصراوي أقصد أنهم يساندون وهذا يومهم اللي هو بعد بكرة وفي نفس الوقت يعني انفاز الهلال الهلال يضل فريق كبير ومحترم وانفاز النصر فبعد ما يحتاج هذا الحب والعشر لازم الهلال والنصر يعرفون كلمة واحدة أنهم مجتمعين عند كاس الملك هو الفوز في مصافحة الملك هذا الفوز وبعدين بالنسبة حق النصر تبارك الله خذوا الدوري ترى الدوري خذناه على شفا حفرة يعني كان الأهلي تديم سوي لنا منافس شديد بس من فضل الله ومع جهود اللاعبين والإداريين وعلى راسهم سمو الأمير فيصل الحمد لله شتازوها وخذوا الدوري دائما تعودين مع المفاجآت أيو الله كانت مفاجآة لهم الكاس لا ما قررت على شي بس الدوري عطيتهم ستمائة ألف المقصد منها أني عطيت الشباب والناشئين ميتين وعطيت الفريق الأساسي أربع ميتين هل واجهت النقد بسبب أن شعطيتهم هالمبلغ أوه عاد هذا النقد خذيش يكي بس أنا وعلي شوان رديتي على النقد هذي ما هو المرة يا غالية أنا تدري مباراة ديربي لازم أوقف دوري لازم أوقف كاس لازم أوقف حق الجمهور لازم أوقف أنقلهم ساعات في باصات أو شيء لازم أوقف أنا أحس يعني الحب يجمعني يعني بيني وبينهم فما أفكر في المال كثر ما أفكر في حبي لهم فاللي بينتقد أنا أوجهه إلى رسالة الحين وأقول له أنا لاخت من ما لحد ولا تدخلت في هواية أحد يعني أنا لأني أحب هذا النادي ولا أقبل أحد يتدخل في هواياتي وسعيدة في هذا الحب وإن شاء الله منها الأعلى وأنا قلتها بزمن استريحوا هذا زمن النصر وفعلا هذا زمن النصر هذا كلمة كبيرة تحدي ما بعده تحدي استريحوا هذا زمن النصر بعد أكثر من التحدي هذا ما فيه خلال حسن تقول لكم استريحوا هالزمن نصراوي ما لكم شيء وشاء الله يوم الجمعة الهلال يا بعد عيني ما قصرته وخذلتكم بطولات كثيرة هم يشتهدون واشتهما قصرته والحمد لله وباركنا لكم في زمن مضى الحين خلاص هاد الحين جمهورك من جمهور النصر يقول الحين الضغط اللي ييجي على تويتر وهذا ممكن نتبتعدين شوي تصني بس عضوة وكذا مادشين بهالتفاصيل وتشجعين وتسوين ولا راح يستمر تسجيعي ومصارحتك لا تسجيعي مستمر واللي ينتقد فيه نعمة بتويتر جميلة اسمها نعمة البلوك اللي ينتقد نقد حلوفان أخليه أستانس عليه أما اللي ينتقد نقد حاد ولاذع بلوك هو أحسن شيء تعطيني بلوك إننا ما تتكلمين معهم خلاص لا والله فيه أهلاويين والله أنهم على راسي عشانا ما بيبعد أخضم حق الجميع محترمين ويباركون وحتى لما ينتقد ينتقد فيه أدب وهذه الرياضة فيه لازم تكون تجمع نصر رياضية جميلة حلوة وأنا على فكرة وائد عندي أصدقاء من الهلال بالسعودية يعني وحبيبين وعلاقتي طيبة أنا ما أحبب أخصب الآن إجابات بالمواسية الآن حدش حدش مشجعين لا مشجعين المباراة يوم الجمعة حق النصر لا نصراوية صميم لا يبقى نصراوية صميم يوم الجمعة شتقولي لهم مباراة شدوا الحيل شدوا الحيل شدوا الحيل منافسة شديدة إيه وبإذن الله عادة حين أنا سير عندي استنفار يوم لما أحين شغلي كل يوغا شرح تستطيع بلعطي لنا شنو الخطوات ما أستقبل أحد أحط الحلوة أحط الموالح أحط الحلوة بالتليفوني وأبدأ أفكر أني أشجع الجمهور النصراوي بتقريدات جميلة أحفزهم كثير ما أقدر طبعا أبدأ قبل المباراة بوقت عرفت وبعدين كلمة دائما أسمعها من النصراويين وتكررت كثير أن أنت وجه خير من بداية تتابعيننا وتشجعيننا وإحنا من فوز إلى فوز وأنا أرد عليهم أقول لهم أنتوا أهلي وحبايبي طبعا أحسنع الكلمات والأغنية هذا اللي أهدوتش ياها طبعا يا حياتي هذا الله يسلمك هذا الهداء خلنا تكلم عن هذا الهداء وهذه الغنية واللي سووها لتش وتبادل هالمحبة هذي كنت تدريع عنها من قبل لا أفاجأوش فيها لا الله يطول لي عمرك عشان لا أهضم حقه هذا المدير العام من القناة أصايل قال لي مبارك عندي لتش أهداء وأنا أعلم علم اليقين عشقك للنصر وهذا الشكل وأنا أسوي لك بردة جميل قلت لها خير فيزارني في المكتب ويأيب لي درع ويأيب لي هذا السيدي فعشان لا أهضم حقا لأول مرة تسمعيني ما أسمعتي تفاجأت فيه لا تفاجأت فيه يأبليها بالمكتب والحين أنا حاطته على رنة تليفوني يأسمع التليفوني سمعني التليفوني والله العظيم وفاء وكرام له لأنه ما أقصر طبعا الكلمات جميلة نعم مثل هالدعم مثل هالتشجيع مثل هالحافز اللي يعطونت يعني أن أحبهم لك أيضا فشونه يأثر عليك وهم يعني أنا قلت لش قبل شوية قلت لش طال عمرش وهم وافين وايد جمهور النصر يعني أنا صدقين عمري ما شفت مثلا أحد مثلا يجرح ويغلط أنا ضايفة مجموعة ترى منهم ممكن عشرين أو خمسة وعشرين واحد ما أشوفهم يعني يجرحون أو يغلطون مع العلم أنا أسمع أن يغلطون بس أنا ما أشوف هذا الكلام يعني دائما كلمة طيبة يبديها حتى في كلامهم ينتقون كلامهم وكثير يكتبون لي أشعار وكثير يقولون لي طرحنا مسوي لتش منشيد حقك بس أنا طبعا ما أقدر أضيف الكل ولا أقدر أوسع الدائرة وايد بس اليومية لابقيت أدخل تويزر ما أدخل عام على فكرة بس أدخل منشن المنشن عشان أدخل جمهور النصراوي أنزيل أنت الحين رياضية ومتعودة على الجمهور وعلى النقد وتأخذين وتعطين ومرات له مثل ما قلت قبل شي بلوك ما تردين ما تقولي شي يعني قلت أخذين وتعطين معجمهور بس تأثر بتركي بس تأثرين طبيعيا على فكرة بو نص دقيقة زين بس إذا ما أعطيت بلوك لا أقر إذا ما أعطيت بلوك فإذا ما أعطيت بلوك أنسى خلص لكن في تناقف بشنو أنا أقوله بشنو إي لصار الحيشي عن فواز إنسانة ثانية لا إنسانة رياضية لا مش عارفة تأخذين وتردين ما في بلوك لحظة أي فواز عندك فوازين لا أخوت حفظ لك فواز إنسانة حبيب الله يحفظ لك حفظ لك كل عيال يا رب فواز هذا ساكن القلب الروح هذا فواز فواز غالي على فكرة نحن ليس كل يوم متواصلين يعني بين وقته وقت تدري عنده مشاغل و أنا عندي مشاغلي ولكن لو كلمني وطلب مني شيء قسما بالله أو قسم من بالله أو قسم من بالله لو أنا رأي تصير رائع على طول هذا معي يعني معه نعم لو أنا رأي شيء أتم أقنعها 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 لكن بعدين أتراجع لا أحب زعله ذكرت شيء ونحن في غرفة الفي آي بي قلتي إن إذا أنا زعلان أو دقي علي ما ستفعل على طول خر إذا سمعت صوتها لا أستحمل فقط أسمع كلمة ولكن لا أبين له لا أحاول أبين له لأنني أنا بس أنا من داخلي قاعدة ما تحمل ما أحب أشوفها زعلان الزين والناس وهو شخصية عامة لا جمهورة لا محبين لا منتقدين ها أنت تدشين بالخط وتردين على الناس بس ما غلط لا إحنا لا غلط مستحيل بس تخبير وتردين غير لما يتوجه لك أنت حتى دائما أتخلى خاص ولا أتخلى واتساب أقول لك فواز خلي بالك متابعة يعني تتابعين السوشال ميديا نعم تأثر عليك السوشال ميديا ولا ما تأثر وايد قلت ليش طال عمرش إذا صكيت لبلك أنسي الموضوع تصدق أنت اللي أنا رد عليهم على فواز حين أنا وانا صرت عاقل هو اللي قام يرد لأن هم مجموعة معروفين هم مجموعة ويسخرون مجموعة ثانية يغلطون ويريت ما خلف أغلط ما في مشكلة قد يكون الغلط تصحح لي طبعا إذا أنا كنت مخطية جميل قد يكون ينتقدني أقول لي زاك الله خير بس أكثر اللي يغلطون يغلط بشيء مو موجود عار عن الصحة فعشان شذي أنا اللي خصني أنا عن نفسي مو مهمة ما تتم حق نفسي بس فواز ما أحب حدي يعني ما تردين على اللي ينتقدون ولا يوجود كلام سيئ بس بلوك بس اللي يصاب أخوش لا خلاص تردين وبعدين دخولي أصبح بطويتر قليلة مو مثل أول حتى ساعات الصبح أو المقعد نوم لا أتيش على حساب فواز أرى أخبار حزمه قاطع عليه كلمة أحد قاهرة وأقول لفواز لا ترد لا ترد لأن هذه المجموعة تبيك ترد أنت لا ترد فمن غلاف قلبي من حبي كنت أرد بس حاليا خلاص وقفت حين خلاص وقفت شايف أن الإنسان مثل هذه المكانة وهذه الشخصيات وعضو هنا وعضو مناك وكذا يجب أن يتواصل مع الناس صحيح يجب أن يكون عنده هذا التواصل مع العالم صحيح وإنه يكتفي يستشف في الأرى ويرفع لتقرير معين ومن ثم يقرر هو أنت شايف موجهة نظرج لا يجب أنا لا ينتظر أبي بس محبة الناس تحبني يقول الناس لا يجب أن تحبك بعدها لابد أن تكون متواصل معهم بشكل عام أنت تحرصين على متابعة هذه التواصل غير سناب شات إستجرام سناب شات ما دخلت فيه ما أحبه الإنستجرام أدخل بس أحط صور أنا أعتبر الإنستجرام لي كان أرشيف لي والأولادي يعني قليل أدخل على الناس كلما أدخل على صورنا أحب أرد على الناس بس أبو تركي ما أنا ما أخفي عليك شي تعرضت لنصب كثير يمكن أنا أول مرة أذكرها الكرام تعرضت لنصب من الناس تدعي الحاجة فلهذا السبب أنا صار لي والحمد لله سألتني انتهي السؤال صار لي الحين أكثر من 5-6 سنوات ما أساعد أفراد أنا لو تشوف تويتر عندي لو تشوف في الإنستجرام لو سمحتي نبي تشخاص لو سمحتي أنا به المبلغ لو سمحتي أنا محتاج صدق خلاص صار اختلط عندي الحابل بالنابل فقبل كنت لا كنت أستمع ويني في المكتب وأخذ وعطي وأساعد وكل شي أحين قلت أنا لماذا أقعد أظن في فلان وأظن في علان أوجه مالي إذا فيه مساعدات إلى بيت الزكاة إلى الله يغفر لعبد الحماس ميت ومسلمين أفريقيا أنا كنت وايد هم يظم أن تواصله إياهم فأصبح أي مساعدات أقدمها أقدمها بيت الزكاة نعم أولادي وأمي هم المختصر المفيد لوجودي وهو سعادتي بالحياة ربي يحفظهم هذه الجملة اللي يدش الإستقرام خوله الحساوي رح يلاقي هذه الجملة هذا محمرنا القادة بعد هذا الفاصل ما شاء الله عليكم حياكم الله مشاهدينا ونرحب بكل منظم اللين في هذه اللحظة ومنبارك خلنتكلم على أكثر شيء تحبين تسمعينه من ابنائج ولي سمعتي ينسي كل شيء حتى لو كنتي زعلانة على أحد أو ما أخذ على خاطر مني بس لي قالت شيء خلاص راح هذا الزعل وراحت هذه الضيقة وراحت إذا أنت بتحامله على واحد بشيء معين سواه ما أعجبتش من عيالك والله قتلك قبل شوية أنا ممكنهم وينادوني يمه كل واحد عنده كلمة غزل وتلاقيني أنا يكون معصبة أو مقهورة مثل الحين حمودي قبل شوية تأخر وخفت عليه لما تأخر ومسكين قاعد يدرس بالجامعة باشر عنده امتحان فاينل فبس يدخل الحب ويبوسك على خشمك وعلى خدك وعلى شفتك تنسى الموضوع لا تقدر لأن ما يحاتيك جد ثلاثتهم عندهم هالأسلوب ما يكلموني جد أنا معصبة وصرخ ما يصير تسوي ما يصير تتأخر دائما معاني الحب أسلوب الحب يقدمونها في التعبير فعشان جديد تلاقيني بلحظة نكسر هم دقائق وقال انتهي الموضوع فتشوفيني هنا الحمد لله أنه عشان جديد يقول لك أنا أيو الله أكرمني فيهم اللهم لك الحمد الحمد لله والشكر الله طيب أنا ما ودي أفرق بينهم وأقول أكثر واحد حبين كلهم غالين إن شاء الله أنا فواز أحب ليش أكثر وما يدرون يسمعوني الحين لأنه هم الله أكرمني فيهم بالدنيا وإن شاء الله يدعوني بعد مماتي لكن فواز الله أكرمني في دنيا وآخرة عرفت هذا الفرق كلهم أربعتهم لا يختلف واحد أنا الثاني قلبي مقسوم أربع كل واحد منهم أغزا أسأله خليهم لك إن شاء الله يبلغت فيهم يا رب أكثر الكلام متتحاتينهم أكثر شي تكذين تحاتين عيالك يعني في منهم ما شاء الله الكبار وفي منهم كذا فلما تحاتين وهم بنفس الوقت يحاتونك يحاتونك أكثر شي يخافون عليك منه شنو يقولولك ويصلولك يخافون على أمهم بالنقطة هذه يخافون عليها من الشغل فلانية شوف كل واحد له زاوية كل واحد يعني مثل محمد نتبدي بالصغير أكثر شي يضحة تهجم عليه بتويتر يفزع وتضايق وينقهر محمد نعم خليني أحاول أدز طاولة أدز قنف أتكلم مع أحد ورفع صوتي يسكر عني يسكر عني ما يبيني أنا حتوني نازل لبيت ما يبيني حتى أدز ما يبيني حتى سوي شيء لا أكسي خاف عليه يا شحاسي أمه كل واحد خوفه بشكل مبارك هذا صاحب القلب الكبير النموذج المميز اليوم معنا خول مبارك الحساوي واليوم معنا ابنها عسى الله يحفظك يخليك لها إن شاء الله الله يخليك يخليك معنا مبارك 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 حبيب أمه أهلا أبوك بسم الله عليك ماذا لون تشذي دقت بعد لازم بعد شو تقول حق الوالدة وهي معانا على الهوى الحين عندما ترى اللقاء ماذا تقول لها هذه المناسبة مارتن ساتشر ليس عند بريطانيا هذه مبارك هذه مبارك مثل ما تفضلت انتقلتها هذه هي مبارك هي صديقتنا هي أمنا هي حبيبتنا هي أخونا هي صديقنا هي مو بس أم هي كل شيء كل هذين نضعهم من تباون ديش على واحد هي هذه مبارك عرف شو مهما كان عند الواحد مشاكل واحد يقول لا أستطيع قول حق أحلى قول حق صاحبي عرفت شونا أمرد نعم والله يخليها لكم نعم والله يخليها لك يا شاب زين أكثر شيء يزعلك أو مو يزعلك تحاتيه في الوالدة النظرة تقول لك مبارك وينك التليفون تشوف مسكول من الوالدة ما في هي تترجى في مكانك ما عندي مو عصبية أين تعصب عليكم أم تعصب عليكم لا والله بالعكس ما تعصب بها بالعكس بس هي تحاتي بس أخاف عليه كل أم تحاتي عيالها نعم شيء جميل أنت يعني كبير والدسلال عائلنا أننا يعني ما نقدر ما نوقف ما نتووي ما نكون وياه مبارك أكثر شيء تخاف وتحاتي للوالدة عس الله حافظها لك بينك وبين نفسك وتبي تقول لها الحين أكثر شيء أنت تحاتي وتخاف عليها من وتقول عس الله يحفظها إن شاء الله لكن أنت كولدها اليوم مبارك وبشرها عس الله يحفظك إن شاء الله شون أكثر شيء تحاتي كل شيء والله ما في شيء معي لأن causes 때문에 أهل المحاسبين颟 ليس مع معرفة فا مسؤوس على تكتبه عنهم في هذا اليوم في هذا الوقت لا طول الوقت ولا تقل لهم أواشر ولا تنهر لا يحدث لا يحدث يجب أن تكون لديهم طول الوقت هذا قد البر واجب علينا وأنا وليس كل شيء إليه في هذا الوقت شغال عنهم من أجل لا لا يجب أن تكون هذا الرصيد عسى الله يرزقك برهم إن شاء الله عسى الله يرزقك بر والدك إن شاء الله ومثل ما هي تجني هذا الأمر تجني هذه الثمار عسى الله حافظكم إن شاء الله شكراً أخوي مبارك وبارك الله فيك هذا الرصيد اللي تكلمنا عنه قبل شوية لا وفي رصيد بعد الحين قلنا مبارك هناك حنان كبير حنان كبير يا حبيب عمري ومجهزين عندنا بلكمترول لنرى فواز وحنان فواز يا عمري هو رحمة مطبيعية يحملها الإنسان أنا متعمدة أنزل المقطع ترى هذا أنا مؤمنة لمصورة فالبينيتا لمصورة فالبينيتا صورة ثلاث مقاطع داموا إياه في المدلسة بس ما تقعد بالصف هي بره فدزت لي المقاطع أقسم بالله أول مقطع أديته ثاني مقطع أد طالحت هالمقطع أبي دموع يعني هد اللعبة وهد الوناس وهد ربعه هو يحمل الرحمة فوق من التخيلين فأنت الآن اللي تابعنا الآن واللي شوفنا من المشاهدين حرصتي وقلتي أنا حرصت على هذا الفيديو أني أنا نزله طبعا أنا كل رسالة هذه كل رسالة حق الناس قوليها الآن بصريحة العبارة للناس شوف طال عمرك طبعا ابني فواز داون سندرم فواز أنا ما أعتبره داون سندرم وأتضايق لنظرة شفقة تتوجه إلى فواز أتضايق لو أحد قال لي مسكين الله يساعدك الله ياجرك أنقهر ما أحب أسمع هذا الكلام لأني أنا فواز حاطته تاج على راسي وأفتخر فيه وشوفي إن جيت مكتبي معاي إن سافرت حتى لو بروح معارض ثلاثة أيام معاي إن قعد مبارك سملي على قلبه وإخوانه وربعهم معاهم ليش خلي يدخل واحد من أصحاب مبارك وينسى يسلم على فواز يقول له فواز ليش ما تسلم عليه هو يقول له هو فواز يسلمون عليه يقول له ونسيت ضاري نسيت محمد أوه يذكر يعني أقولش هذه كلها أشياء أنا زرعتها فيه فأنا أخاطب وأوجهها كل أم أنا لما أتكلم هالكلام أنا ما أقولها بس عشان أنا أحب فواز كل أم تحب ولدها وأتمنى إن كل أم يكون عندها مثل فواز افتخري فيه رفعي راسك لأن هذا كرم الدنيا والآخرة هذا رب العالمين لازم تعرفين إن انتقاش من بين البشر عشان يكرمتش يعطيش نور الوجه يعطيش الرزق الوفير يعطيش البركة والله ليش ينتغي تنتي ترح أحق واحدة ثانية فأنا كل فخر وكل سعادة أن رب العالمين اختارني من دوم الناس وأرزقني فواز كان أرزقني ثلاث تبارك الله أروح أضحي بفواز أنا حصلت لي أنا طبعا فواز حصل معي خطأ خطأ طبي وعطوني باندول ومو باندول أسفو مضاد حيوي في مستشفة رويل الحياة وبعد ما اكتشفوا قالوا لي مستعدين نزلة قلت لهم ماء نزلة لما الله أكرمني في ثلاث طبيعيين رحت انتظرت وريحت ولما صار هذا البلاء البسيط اللهم هو بلاء أنا أعتبره هذا أعتبره كرم أروح أقول لا لا والله أفتخر وحطه تاج على رأسي فأنا أبي كل أم تفتخر تفتخر وتمسك ظناها بإيدها هذا رسالة حتى كل أم تخجل من ولدها نظرة الناس اليوم بيشوفونك باشر ما يدرون عنك فما عليك من أحد عليك من نفسك بس وعليك فكري برب العالمين أكرمني حي لازم أثبت له أنت أكرمتني تفضل يا رب نقطة ضعفة تفواز؟ أنا أشهد أنه نقطة ضعف فواز أنا أعتبره ضعف وقوة قوة لأن إن شاء الله بيدخلني الجنة بإذنه الواحد الأحد وأنا أطمع في هذه اللحظة هذه ضعفي أخاف عليهم بعد عين خايفة عليهم بعد عين يعني أنا ليش قاعد أبلك المجهود وليش أزرع الثقة وليش أقوي عشان لا أنا قادرت الحياة يعتمد على المينام تغطينا المينام تغطينا؟ أنت تروحين تغطينا المينام أنا مو بس أغطي أنا ليتك سائل مبارك أنت أنا من يوم يبته بعد كل صلاة طبعا كلنا نقرأ آية الكرسي لازم من أول ما بدأ يفهم يعني بالأشهر بعد كل صلاة آية الكرسي لازم حط إيدي على رأسي وأقولها الآن ساعات أنا أصلي فيدخل علي وانا أقعد أسوي السلام علي بس أسوي لهذه الحركة بس أرفع إيدي يركض يحط رأسه تحت إيدي يعرف حين وقت آية الكرسي بارك الله فيك وعسى الله يحفظهم إن شاء الله ومثل ما قلنا يرزقك برهم إن شاء الله ويرزقهم برك يا رب عسى الله يحفظكم كلكم كأسرة كريمة وساعدنا جدا بهذا اللقاء الجميل والمميز بوجود حضرتك وإن شاء الله الجمهور الكريم ومحبينك من متابعينك ساعدوا في هذا اللقاء ووضحتي بعض الأمور وبعض النقاط الخاصة تحديدا في بيت الزكاة ووقفنا بمحطات متعددة وعديدة في حياة خولة مبارك الحساوي نتمنى إن شاء الله يكون يعني طرقنا كل الأبواب وما تركنا باب في حياتك إلا وطرقنا وتكلمتي عنا بكل أريحية وشفافية إذا حابت يكلمة لكل متابعنا ويشاهدنا في ختام هذا اللقاء سعيدة باللقاء وياك بتركي مع الحبيبة روان وتشرفت المعرفة فيكم صراحة وبعدين تلفزيون الراي دائما مشرف ودائما صيتها وذكرها طيبة وأنا قلت لكم قبل شوي أنا من متابعة بشدة للتلفزيون الراي وأحبها وبرنامج مسائي بعد وبرنامج مسائي لأنه دائما هادف ودائما يوصل رسالات حق الناس فعشان شيء أنا أحبه هذا البرنامج وأشكر متابعيني أشكر متابعيني من حبايبي من أهل الكويت أهل ديرتي وأهلي وأتمنى أن أم يقعد تابعني بعد الحين أنا رسلت لها اليوم طبعا رسالة وعاليا أختي دخلت على المسج قلت ليش ما ذكرتيني يا عاليا أنا أحبك وموت عليك وحبيبة أختي دائما تقولي نفس الكلمة طبعا أنا أحب خواتي كلهم الله يحفظهم إن شاء الله يبارك فيهم ولا يفرقنا وهذه الحياة يعني نحمد الله ونشكر الله يجمعكم إن شاء الله على العز والمعز والطاعة يا رب كل شكر رجأة المحامية وسيدة الأعمال الأستاذة خولنا بارك الحساوي وموفق إن شاء الله شكرا جزيلا إسلامي يا غالي إذن مشاهدين أنت شعب تشكري يا روان أنا أشكرت الشخص تابعنا ونقول لكم إن شاء الله الحلقة اليوم خفيفة على قلب كل شخص تابعنا ويعطيكم ألف عافية النفس سيقول تصبحون على خير تصبحون على أمن وأمان مشاهدين وصحب الأبدان تفضلي نشكر جمهور النصراوي اللي متابعنا يوم شون ندعي لهم بالتوفيق يا مجمع هم على أساس ونشاء الله ونشوفكم على خير تصبحون على أمن وأمان وصحب الأبدان في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر